شابتر تن معناه الجهاز الهضمي جهاز الهضمي بتاعك لو جيت تاكل اي حاجة بيبدأ اول حاجة بالماث بعد كده الفارنكس وقلنا في فارنكس شرحناها في شابتر ريسبايراتوري ويعني فارنكس قلنا معناها بالعوم وبعد كده قلنا اوسفيجاس وهو مريء ويستومك وهو المعدة وقال كده small intestine والlarge intestine تمام تمام يعني الكلام ده كده وكده خدناه أصلا قبل كده طيب غير الاعضاء بتاعتها فيه برضو حاجات زي ملحقات ليها ملحقات حتى مثلا ملحقات دي حاجات بتساعد الاعضاء عشان يحصل عاملة مش رك كده معي مش عارف ليه سيستم تحصل بطرقة كويسة زي ايه زي تمام زي مسلا زي اللعاب مسلا دي كلها أعضاء بتطلع زي انزيمات وبتطلع والكلام ده كله علشان تسرع التفاعل تقلل مسلا التفاعل مسلا تنشط مسلا هيرمون ايه فاهم قصدي انها تساعد يعني مسلا الموس ده هيمضغ عايز انزيم مسلا الامايلاز تمام انزيم الامايلاز ده مين اللي هيفرزه فاهم السلايفا مسلا هتطفت رز ده هتعمل ده طب مسلا جات في الاتشي سي ال مين اللي هيفرز الاتشي سي ال فكل حاجة بيكون محتاجين في المنطقة دي عارف كده لما تكون مسلا بتلعب اي لعبة كل مسلا لما تمشي شوية في لعبة تلاقي طاقة تمام هي نفس الفكرة كل مثلا انت مثلا عمال تجري مثلا بتلعب اي لعبة تحس مثلا بعد ما تخلص ربع لعبة تلاقي مثلا طاقة انك تخد عشان تكمل طاقتك تاني نفس الفكرة دورة حياة الاكل ببقك بتعدي على مراحل المراحل دي بتبعايز تطاقة تزقها كمان عشان تكمل الطريقة دي هي دي الملحقات اللي هي زي جلاند ساليفاري جلاند ليفر طمام طيب قلتك تلات حاجات انت انتك يعني هتتدخل بقى هتاكل طب بعد ما تعمل انتك اي حصل هيحصل جوا جسمك ايه بريك داون هيكسر الاكل طب بعد ما يكسر الاكل انت عايز انت بعد يعني انت الاكل ده انت اللي بتستفده منه انك بتمتصه في العمعاء انت عايز تمتصه تمام فالفكرة كلها فعملتي الديجيستيب انزام اللي انا عايزة امتص في الاخر الاكل فانا انتك خدت الاكل بريكين داون كسرته حصله ابسوربشن طب الابر بارت بتكون من جزء علو بجزء سفلي الجزء العلو بيتكون من ايه انت مفوت قولها لوحدك الشفيف الطنج اللسان الماوس الاسنان وكل الحتة يعني كل المنطقة اللي فوق اللي انا هنتكلم عليها دوقتي تمام طب حاجة كمان مهمة بيقولك ان هي انت ايه وظيفة مثلا اللبس والطنج والماوس الحتة دي كلها وظيفتها غير انها وظيفتها في digestive system ليها وظفتين كمان انت مش بتتكلم تعتبر دي لها وظيفة في ال speech كمان في ناس بتتنفس من ناس بتنافس من بقها يعني ناس بتتنفس من بقها كتير ايه حتى لو كانوا غلط بس استكاف الآخر بتقدر تتنفس من بقك فتعتبر دي كمان وظيفة من الأبر بارت اللي هو الجزء العلوي بتاع جسمك تمام تمام طيب الماوس عندنا الماوس ده طيب طبعا أنا شلت بس الأول أسنان قدام دي بس لشان بس أعرف أقطه حاليا طيب بيقولك إيه كده عليك تعتبر أول جزء في الديجيسف تراك التراكت اللي هو بمعنى هي نفسها ديجيسف تراكت اللي تنفس المعنى قالك بتستخدم في إيه الماوس ده مني طبعا غير أول أكيد بصهم يديك هنا اللي هو المثال بتستخدم في إيه بالعقية يعني أنت عارف إنه هي في الديجيسف تراكت فمشي يقولك دي كمان يعني بيديك حاجة جديدة اللي هو التنفس وإنت عارف زي ما قلت لك إن الإنسان يقدر يتنفس من بقه طيب بتتكون من أوتر بارت وإنر بارت حنتكلم دلوقتي على تمام؟ طيب أو على الماوس بصفة عامة بص بقى بس أنا عايز بس أوضح شوية طيب ده ده عندنا الماوس تمام؟ طيب هو طبعا يعني بص يعني هو مفوت ده الماوس تمام؟ ده هو مش جايب معنا بس ما علينا ده الماوس تمام؟ طيب ايه أول حاجة نعرفها من الماوس؟ قالك بتتكون من جزء خارجي وجزء داخلي تعال فين الجزء الخارجي وفين جزء الداخلي شايف ده 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 الماوسة وديت في سنة الجزء اللي بيفصل لتنين مع بعض حط سبعة كده بين الشفاء وبين سنانك لو كنا خدناها في القورة اللي اسمها فيستيبيول فهي دي ده موجودة فين بره يعني بص نشيل المسلز ديت بص بص ديت مثلا اهي بص اهي ممكن تبنى اكتر هنا الجزء اللي فاصل اسنانك عن المفروض فيه غلاف بره اللي هو الشفاء بتاعتك هو مين قالك ده الفستيبيول طب وده يعتبر في الجزء الخارجي بتاع جسمك ده يعتبر في الجزء الخارجي بتاع جسمك يعني يعتبر بره من هنا يعني انت لو جدت تشوف مثلا هو يعتبر الخارجي بتاعك طب بالنسبة للداخلي طب واكد الفستيبيول ده يعتبر ايه قالك يعتبر يعني سمولر اوتر بارت يعني هو الصغير طيب تعال نشوف ده الطانج هنا تمام احنا اتفقنا لحظة ممكن نكتب احسن ده لو فقدنا ان دي الشفة بتاعتك تمام دي الشفة مثلا بتاعتك بين الشفة الفاصل بين الاتنين اللي قلتلك ده الفيستيبيول وده فاصل صغير تمام عشان كده قلنا عليه ايه قلنا عليه سمولر اوتر عشان كده بره طب بالنسبة بقى لو جوا بس لو جيت بص جوا نمسح بقى الكلام ده كله مش هنخلص خلاص بص بقى لو جينا نشوف جوا بقى يعني انت حاول تشوف كده تحاول تشوف انك تشوف الفم معي هتلاقي ان الفم من عند المنطقة دي كلها شفت من عند المنطقة دي كلها اهي دي كلها يتعتبر اللي هو بس ايه اللي هو ايه الماث كافتي مش اصدق انا مش اصدق على اللي سينة جمعا انا اصدق على بص على التجويف كله على التجويف اللي جوا ده كله تمام يبقى فيه تجويف من برا اللي هو اسمه الفيستبيول فيه تجويف جوا اسمه معوة كافتي بروبر تمام التجويف اللي برا ده سمولر والتجويف اللي جوا ده بلارجر طيب تعالى نتكلم عن الفيستبيول الفيستبيول اللي هي ايه قالك الفيستبيول هو الفاصل بين الشفة والسنة عمتان او الصورة ايوه ايوه تمام ايه الفاصل ده قالك it is bounded externally يعني تمسك من برا شوف chce ايه تمسك من برا باللبس الشفة بتاعتك طيب او من جوا بالتيس و الجم ole هو جينجيفا تمام تاني الفيستبيول، انا مشكلة انا مش لائل الفيستبيول ده الجنجيفا بتاعتك تمام طيب وبعد جنجيفا بتاعتك يعني المفروض بعد الجنجيفا بتاعتك من برا النجفة عندك فيستبيول وبعد كده الشفة بتاعتك ال الشفة الفيستبيول ديت من برا تمام يبقى مسكة في مين ما قالك الفيسيبل دي يدسبون اكسترنال بيمين باللبس طب الليبس والشيكس طب وانترنة من جوه بالتيس عند جام تمام طيب طب الابنينج فتحة بقك عمتان هاي بص تعال نشوف هنا فتحة بقك دي اسمها ايه قالك دي بعد ما يفتح عندي اسمها الفيشر تمام يبقى اسمها معوث فيشر تمام تمام حلو بعد كده بيقول لك الباوندرس بتاعت الموث بقى تعال نشوف كده الباوندرس بتاعت الموث طيب تعال نشوف الباوندرس بتاعت الموث يعني هو بص الفيسيبل لانا ما عرفتش بجد اثبوطها قوي في انينا مش عرفتش جايبه هنا بس الباقي بقى ربع نعرف نيجيبه ان شاء الله احيان د tungstag بنتكلم على الموث طيب ال�xis كده يا جماعة anterior يعني كنت شرحت الفرقان anterior يعني ايه من قدام انتيرو هيبقى عندها ايه قالك انتيرو هيبقى عندها حاجتين انا هعمل لك عليهمهم دي واحد ودي اتنين من براي يبقى عندها التوس والجم او ايه الجم اللي هي الجنجيفة بس طبعا الجنجيفة دي محدش يعرفها اللحنة يعني فاكتب له جم او ممكن يعرفوها مش عارف بزبط بس يعني اكتب له توث او كده كده اصلا ما فيه شريتن في الحتة دي يعني تمام يبقى احنا عليك دلوقتي اول حاجة في الانتيرو يعني من برا تمام هيبقى منتصلا بمين قالك هيبقى تصلا بيه التوس والجم طبعا لك كده بوستيرو يعني من ورا هنا هتبقى منتصلا بمين مثلنا كده تعين شيلة الرقمة دي بسعي كده بسعي انت كمان بسعي انت كمان بصي جده ده الاورالكافيتة عندنا صح نهايته هتبقى منتصلا بمين بالاوروفارينكس فقال لك من posterior بتتصل with the auropharynx واحنا اصلا من اسمها يا جماعة اورو وكنت شرحتها اورو يعني ايه؟ أصده بمعناها oral cavity ماسك في الارينكس ومش ده الoral cavity واحنا اصلا بيتكلم عن ماوس الماوس ده هو ايه يا جماعة مش الماوس ده الoral cavity في الoral cavity سميناها حتى سميناها اورو فارينكس عشان الoral cavity عشان الماوس فأكيد دي متصلة بيها طيب قال لك ان الروف ويعني ايه روف قال لك الروف معناها سقف الفم بتاعها لو جيت تشوفوا بصوا كده نرجع تاني بعد ما الصوت ما كانش موجود تأكد هو عشان خلاص كده الصوت موجود مش فاكرا كنا بس انا متوقع لحنا كنا وصلنا في نهاية 96 الباوندرز بتاعت الماوس الباوندرز بتاعت الماوس انتيري بوستيري روف فلور عايزين نعرف من اربع اتجاهات انتيري يعني من قدام من هنا كده انتيري بوستيري يعني من ورا عايزين نعرفها من ورا بتتصل باين الروف يعني الروف عايزين نعرف من السقف بتتصل من فوق بايه وتحت البوستيري والفلور بين تحت من اين طيب نبدأ كبداية كده الانتيريوري الانتيريوري بتتصل من ايه من قدام كده انت شايف ايه بس انا شايل الاسنان لقدام من قدام بتتشايف ايه انت شايف اسنان طيب وشايف ايه تاني غير الاسنان انت شايف كمان جنجيفة صح يبا انت شايف جنجيفة وشايف اسنان من قدام صح؟ يبقى ده يعتبر الانتيريوري طيب بالنسبة البوستيريوري لبكده البوستيريوري بتاحها متصل بمين؟ بص بص شوف كده لحظة دي نهاياته صح؟ متصلة بمين هنا بالأورو فارنكس وإحنا قلنا سميناها مش عارف اخر امضاق اخر فيديو كنت قلت النهاية الأورو فارنكس سميناها أورو لانها طبعة للأورال كافيتي لان ده الأورال كافيتي حس motherfucker الورال كافيتي لان نريدها المخالجSA سوف ننظرها ب customers الأمر من جذعين Hard palate و Soft palate يجب أن يكون السفت هذه طبيعة دم الجخص حسنا الح Logan حتى الآن η الشخص جوه جسمك soft ماشي اما برده برده تبقى hard دايما البون بره كل حاجة دايما اللي افتكرها دايما اللي عشان لو تلغبطت من الhard اصبعا هم مش جيسالك مفيش رسم عليها بس تبقى عارفين ان السقف بتاعها بيبقى فيها حاجتين ايه هما الhard والsoft palate تمام طيب وكنا قلنا كمان مين اللي بيفصل لو تفتكر كده مين اللي بيفصل النازو فارنكس على الoral cavity لو تفتكر الhard and soft palate كمان وخاصة الhard palate تمام وده اللي بيفرق النازو فارنكس على النازو فارنكس ايه بس النازو الكافيتي على الoral cavity مين اللي كان بيفصل له مع بعض كنت قلتها لك في الشرح ما كنا بنشرح الشابتر اللي فات هو الhard palate طيب طب دي كده شفناها من الروف من فوق طب تعالي نشوفها من تحت كده من تحت انت شايف ايه قالك انا من تحت انا شايف لسان صح بس هل انت اللسان كله شايفه لا تعال كده نبص لحظة انا في حاجة اشياء لها اف ولا لا ده اللسان تمام بص بقا شوف اللسان اهو ده كله يعني بص لو جينا نشيب مثلا هنا تبقى سين تبقى ده اللسان كله تمام طيب اللسان هنا لو جينا نشوفه هنلاقي انه هو في القر ايه اللي تلتينه في القر وفي تلت منه كده برا كده برا القر عند الصوفت بلد كده تاني في تلتينه في القر تمام وفي تلت منه مالهوش دعوة ورا خالص فاحنا بنقوله الارضية بتاعت الاورال كده الارضية بتاعت الماوس هل هتبقى كلها هتبقى التانج لا لا في شوية في تلت من التانج كده مالهوش دعوة بالماوس اصلا ده بعيد خالص عند الماوس ده عند الاورو فارنكس ورا تمام فلازم تفتكر تلتين التلتين بتوع ما يمكن يقولك التلتين بتوع البستيريور غلط التلتين بتوع الانتيريور وحنا عرفنا ده الانتيريور اللي قدام دايما الوش الانتيريور ودايما الببرة البستيريور تمام ودي كلها شابتر وان اللي في الوش اللي هو الانتيريور تلتين الانتيريور موجود في اللي هو تلتين الطنج في الانتيريور طيب وبالنسبة طيب ايه تاني عندك احنا ادفقنا والعاشر مرة بقولها اي حاجة هناخدها في جسمنا غورا جسمنا مغطاة بالميوكاس أي حاجة خدناها لغير دلوقتي وهناخدها بعد شوية مغطاة بالميوكاس ميمبراين كل حاجة هعدلك هقول لك ارجع تاني وافتكر كلنا Santabicum يبقى اي حاجة غورا جسمنا مغطاة بميوكاس ميمبراين برا بجسمنا هتلاقي بالمسل بيث لالسكن دي احنا عرفها بس تلاتة اربع الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها هتبقى مغطاة بالميوكس من برين طيب احنا عرفنا اول حاجة شكلها من قدام نفتكر اسنان وجم شكلها من ورا اورو فارنكس شكلها من الفلور من فوق عندنا هارت بلد وصوفت بلد شكلها من تحت قالك في ايه فيه الطنج بس ايه تلتين الاولاني من الطنج بتوع الانتيريور وي ايه وي الجنجيفة اللي هو الجم تمام طيب بعدها نتكلم الى حتة برضو كنا اخدناها في الاورال حاجة اسمها الفرينا اه فرينا لم هكنا نقولها في الاورال فرينام لو تفتكر ايه الفرينام ده اه لو حطت ايدك على اه جبت لسانكة تحت لسانكة هتلاقي ان فيه خط كده فيه حاجة كده فيه حجر فياعة كده هوريك سورطة مسكة لسانك بالحطة بالطبقة اللي تحت دي اسمها الفرينام فقالك ده يعتبر عاملة شبه الفولد كده تمام ماسكة كلها في بعضها كده كلها عبارة عن ميكوزة دي ماسكة ايه قالك دي ماسكة الطنج بالميكوس منبرين بتاعك عشان الميكوس منبرين اللي هو يبقى ماسك في الطنج وانت لازم عارف ايه الميوكس من برين لازم يبقى عندك ميوكس ده هو المخاط لازم يبقى عندك مخاط في الفم المخاط ده حاجة اساسية حلو فبالتالي وظيفة الفولد ده انه هو بيمسك المخاط ده باللسان بتاعك سميناه يقلك اسمه تمام قالك الفرينا لام ده ليه فتحتيه تمام كل فتحة فيها بيبقى فيها من السبمانديبولار جلاند انت دلوقتي يا جماعة الميوكس ده كله انزيمات والكلام ده كله فلازم يبقى عندك حاجة زي ما دخط يطلع الانزيمات ما هو معلش يعني انت عندك فرينا لام ده مكان مسلا هيعمل الكنكت والكلام ده كله طب الفرينا لام ده ما هيجيله منين التغذيات وهييتحر ايه هو الحاجة اللي هي هيحرقوها ويعملو فيها هي الميوكس صح طب الميوكس ده هيطلع منين قالك ما هو ده المسؤول عن الكلام ده كله حاجة اسمها سبمانديبولار جلاند تمام يبقى ان في كل جانب من الفرينا لام بتفتح داكت اسمها سبمانديبولار جلاند تمام اين اسومت يعني في قمة ايه السمول بابيلا ايه السمول بابيلا هوريك سرطها دلوقتي تمام طيب يقولك ان الميوكس ميبرين ده اللي تحت الطنج برضو بيعمل حاجة اسمها بتبقى في مسافة عالية كده بنسميها تعال كده الحتة ديت برضو هوريلك بس صور بقى مش مش على اللي هي فيديوهات دي طيب تعالنا نتكلم بقى عن اللي بس دلوقتي اللي بس كده سهل قوي يعني نفيش حاجة صعبة بس هو ارخم حتة هي الاوانية بس انا عن نفسي بقراها قوي ارخم حتة بقى كله سهل اللي بس ده انت عندك تو لبس تمام اللي بس ديت عبارة الشفة بتاعتك عبارة عن مصلز اتنين مصلز عاملين فولد مع بعض ملففين مع بعض تمام اللي اتنين حوطين مينه وانا قلت لك ايه هي خلاص انت مفيد عارف اللي هو الفتحة اللي بين اسمها تمام فهو عبارة عن اتنين مصلز عاملين متلفين مع بعض ومغطين لك بتاعتك تمام طيب متغطين بايه بلعلى كده انت يعني حط ايدك يشفيتك دلوقتي هل هي انت حاطت ايدك على مصل لأ انت محطتك على جلد فاكيد متغطين قالك من بره بص ركز معي من بره بالسكن طب ومن جوه بالميوكس من برين وحنا اتفقنا اي حاجة جوه جسمنا مغطاة بالميوكس من برين تمام فانت اول حاجة هتقوله في اللابس بتوحيط طبعا مفيش زي ما ترك مش عارف والله الريتن على ايه بس يعني الامسيكو بتاحه سهل مغطاة بسكن لو من بره ومن جوه ميوكس من برين طبعا عندنا حاجة اسمها فير مليون وحتلاقيها او بعتليها السورة المنزلة فير مليون ده ايه لو جيت تحط ايدك كده على بقك على هتلاقي ان في لونين مختلفين كده في نهاية بص نهاية الميوكس من برين بتاعك ومع بداية الجلد بتاعك هتلاقي كده انت لو حطيت ايدك على شفتها كده نصها كده هتلاقي ان في حتة تحسها مختلفة عن حتة الخط اللي فاصل بينهم اسمه تمام وفيه صورة ما تضحها لك فيه صورة ما تجيبها لك الصورة اللي تحت نعم عليها دايرة ده ده هنتكلم عليها دلوقتي بس الصورة اللي فوقيها بقل هي حاجة اسمها ده الخط قال لك تعتبر خط لونه احمر بين وين بين والميوكس من هو اللي فاصل لك الجلد والميوكس من برين عن بعض تمام طيب حاجة اسمها فرن ألام خدنا دلوقتي فرن ألام لتاني مرة بس الفرن ألام بتاع اللابس دي لو جيت حتلاقي شكلها عمودي لو كنت بص دائرة تحت لقي شكلها برضو ميوكس برضو ميوكس ميمبرين فيش حاجة جديدة. تمام? موجودة فين في النص في الميدلين. طب بين ايه و ايه? موجودة في منطقة الفيستيبيول من الاخر. في منطقة الفيستيبيول اصلا لقي الفيستيبيول بتاع الليبس والجم. تمام? طيب. اخر حاجة ايه وظيفة الليبس دي? ليه وظيفين? اول حاجة معانا انك تطلع مخارج. انا اللي فهمت انها تطلع مخارجوا الحروف كويس. تاني حاجة الكلام. تمام? تمام. طيب. 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 بالنسبة للشيكس. الشيكس اللي هو مين? قال لك اللي هي الخد بتاعك. الشيكس دا عندهم هاف استراكتور سيملر تو ذات. نفس الاستراكتور بتاع الليبس. يعني نفس الاستراكتور من بره محاطة بالسكن. ومن جوه محاطة بالميوكس ميمبرين. تمام? ويه وبينهم ايه? وبينهم برضو لير اف موسلز. تمام? نفسي الكلام تاني. نفس الكلام ما بتاعك اصل الفرميلون دا اصلا يعتبر موسلز يا جمعا. بوردر موسلز اصلا. تمام? طيب. اه دا فيرميلين قصد يعني فيرميلين يعني فيرميلين فاصل ما اتفقنا فيرميلين هو الفاصل السكن بالميوكوس. قال لك الشيكس برضو في موسل فاصلة بدأ بدا. بس ما قالكش اسمها ايه? قالك في موسل دا بس فاصلة الجلد عند الميوكوس. تمام? طب عنده في الصورة دي عنده عنده او داكت. ما فرقتش. عنده حاجة اسمها باراتويد داكت. يو احنا خدنا حاجة اسمها ساب مانديبولر. وسب لينجوال. والتالتة ساب ايه سوري باراتويد. تمام? وديك كده كنا داسناه اصلا في بيالوجي وان او وان. البراتويد موجودة فين? في الشيكس. الساب اه مانديبولر ديتة اللي موجودة على جانبي الفرينة لام اف دا تونج. طب والساب اه اخر حاجة اللي هي كانت الاسم اده. دي اللي كانت موجودة في منطقة اللي هي كانت عند. كانت وره في اللي عارف اللي هي كانت الحتة الزيادة دي. تمام? اللي هي كانت اسمها ساب لينجوال الفولدوس. تمام? طيب. حلو. اه بعد كده قال لك ان البراتويد داكت دي بتبقى موجودة جوة يعني من جوة. تمام? وقال لك بتبقى مقابلة بالزبط يعني للسكند مولر في التس. تمام? تمام. يبقى هي تاني. الشيكس دي نفس بتاع اللابس. الفرق ان اللابس ما عندهاش اي جلانس. ما عندهاش اي غدد. غدد تطلع هرمونات او اي حاجة. عند بس الشيكس عندها غدة اسمها باراتويد. تمام? الغدة دي بتبقى مفتوحة جوة الشيكس وبتبقى مقابلة للسكند مولر. طب وظيفتها ايه? وظيفتها انت لما بتاكل الاكل مسلا وانت بتاكل مسلا في المولرز. اه الاكل يعني ايه? عارف يجي الاكل يتحرك تقوله تعالى انت راح فيه ان هو بتزق الاكل. ان هو ما فيه الشيكس كده فتكر. ممكن بتاكل تلاقي الاكل بيطلع من بقى كده. تمام? اما هي بتحافز على الشيوينج. اللي هو يقطع بقوة. تمام? على طريق ان هي بتزق الكل ما الاكل دي حاول يهرب تعالى تزقه تاني تزقه تاني. عارف تزقه للمفرمة. مفرمة بتاعت السنانك. ازا ما تكون انت كده خايف تخش مثلا ايه وخايف تدخل حاجة مفرمة. بتحاول تهرب منك. بس في الاخر انت مسكها من كل اتجاه. فهي نفس الفكرة. نفس الكلمة اللي هي القطع برضو بقوة. يعني مص. انت هي تمص الطعام. تمام? والكلام برضو. واللي طبعا الشيكس اللي هي دور فيه الكلام. بس طبعا ما بيكونش ظاهر قوي. بس مخارج الصوت هتلاقي اللي ممكن اللي بقى ليه يدور فيه الشيكس. انت لو بتحرك بقى الشيكس بتتحرك معك. تمام? بعد كده حاجة اسمها الجم. الجم دي اللي هي الجنجفة. الجم اركم بتتكون الجنجفة من ايه? الجنجفة دي من فايبرستيشو. طبعا جنجفة دي يعني مش صعبة. مغطاب ايه? قال لك مغطاب اي حاجة قلت لك داخل جوا جسمنا ميوكاس ميمبرين. خلاص انت نفوت اللي بجالك في الامتحان مغطاب ايه? تفتكر هل هي جوة? جوة يبقى ميوكاس ميمبرين. برا لسه ما تكلم برا يا مصل يا سكن او حاجة يعني احنا عرفها. بس اللي احنا اللي قدرسناها لغاية دلوقتي ميوكاس ميمبرين. اي حاجة جوة ميوكاس ميمبرين. تمام? طب متصلة بايه الجم? لو تفتك بالالفيرار بون. وي ايه? وي وبي الجوب بتاع بالالفيرار بون. وبي النك بتاع التيس وبالاسنان. تمام? الجنجفة متصلة بايه? تاني. اللي هو ايه? اطراف اللي هو العضم. تمام? بتاع الالفيرار بون. يعني العضم بتاع الابر و كله مسك في بعضه. تمام? وايه بتاعي تاني? يعني انت عارف التيس عند منطقة السيرفايكال لاين. بيبقى اللي هي منطقة النك بتاعته. تمام? انت السنة يعني بتبقى موجودة مسكة في الجم عند منطقة السيرفايكال لاين. فهو بس بيوضح لك يعني بيليك انها عند المنطقة دي. تمام? تمام. تعالنا نتكلم عني بالنسبة للطانج اللسان عندنا. الطانج ده يعتبر ازا مسكيلر ارجان مسكيلر ارجان يعني عضو عضلي بيتميز بان هو لخمس خصائص. بيتحفظ ازاي? اول حاجة انت بعاس انت عايز تدق حاجة. طيب. عجبتك الحاجة تهتعمل لها ايه? قالك هتعمل لها? انك هتبدأ تعمل لها شيوينج. تمضخها. طيب. ما ضغطها. بعد كنت ايه? هتبلحها. بعد ما بلحتها. انا داخل مسلا مسلا بعد ما تبلحها خلاص وكالتي يعني. انا هروح مسلا اخسل ايدي. او روح مسلا اخسل سناني. انا رايح اخسل انت كده تكلمت. وبعد كده عملت انت مسحت. يبقى طبعا دي الخمسة دي طبعا بتاعتها هي مش بتاعتك انت. اولا هنا بتعمل شيوينج. اسناء مضغط طعام بتساعد في مضغط طعام. لو عايز تست تدوق اي حاجة. عايز تبلع اي حاجة تعتبر هي اصلا منطقة البالع بتاعك اصلا لانها تمتد لغاية الاورو فارينجس. اه كمان انها منطقة الكلام اللسان هو الكلام اصلا. وهي الاورال وكمان هي بتنظف الفم بتاعك. طبعا. بس انا قلتلك عشان تحفظ يعني تست هتدوق الحاجة عجابتك هتعملها شيوينج هتمضخها. بعد كده هتسوالينج هتبلحها. بعد كده هتسبيتش هتتكلم انك راح تخلص هناك. بعد كده الاورال كريينج تمام? طيب. كنا قلنا. لو عايزين نعرف الانتيرو والبوستيرو بارت بتاعها سهلين. البوستيرو بارت اكيد الاورو فارينجس. واحنا خلاص تعرفنا بقى ليه بوستيرو لو مش فاكر ارجعتني الاول فيديو او اول او تاني فيديو شرحت فيها الحيطة دي. ليه البوستيرو الانتيرو. البوستيرو اللي هو الحيطة الورا خالص. اخر وانا مديك تلات صور. اخر اللي هي في بزاة الفصورة في النص. اخر الصورة خالص. هتلاقي عندك مين? اللي هي ماسكف مين? ماسكف بالاورو فارينج. عشان كده سميناها اورو. تمام? طيب. ومن انطقة ماسكف ايه? قالك في تعتبر هي جزء من من الارضية بتاعت الماوس. مش انا قلت لك تلتين اللسان. حتى مكتوب كده. شفت في الرسمة اللي في النص كده. مكتوب اه في رسمة كده باللون اللي اخضر كده. وبعد كده يعني شفت المسلس اللي هو او اللي حتة اللي شبه النص دايرة اللي فوق دي. بعد كده في عيمين مكتوب ايه? anterior to third. التلتين الاولين دولت هم اللي بيستخدموا في ايه? قالك هم دولت اللي بيكونوا موجودين في الماوس. فبيقولك ان في يعتبر جزء منها موجود في الارضية بتاعت الماوس. تمام? ده في الانتيرور. طب في البستيرور. قالك في البستيرور بتتصل بالاورو فارينجز. تمام? طب. اللسان. ليه جزئين? في جزء انتيرور. في جزء بستيرور. الانتيرور اللي بتشوفه. البستيرور اللي وراه عند الاورو فارينجز. الانتيرور ولا البستيرور اللي ليه بيتمايز بنوع الحركي الانتيرور. قالك اتهاز افري انتيرور بارت. يعني انت مشيه تقدر تحرك رسالك? ايوة. فعندك فري انتيرور بارت. طب ومن نسبة للبستيرور دي فكسد مسكة جامد قوي. يعني انت هل لسانك بيتحرك من اول والاخر? لا. حتة في اللسانك ورا مسكة. مين اللي بتحرك حتة بس اللي قدام? تمام? طيب. مغطاب ايه? خلاص. تمام? ويه طب مغطاب ايه? حاجة اسمها بابيلا. فاكر فوسي فورم بابيلا وفانجي فورم بابيلا وسيركن بالبل والكلام ده كله دي كانت انواع بتبقى موجودة على اللسان ووظيفتها انك اللي هو الدق يعني تدق حاجة مسلا اللي هي براعم التزوق. اسمها اصلا بابيلا دي معناه براعم التزوق. تزوق ايه? اه تزوق تمام? دي اللي انت بتتزوق بها يعني بتحس بتعم اي حاجة. فطبعا دي بتبقى موجودة برضو. بتغطي برضو اللسان بتاعك. يبقى اللسان بتاعك يمتغطي بالميوكاس من برين. يمتغطي باللينجوال بابيلا. طب. ورر لسان اخر سنة ابعتها لك. ورر اللسان. ورر اللسان بيبقى في حاجة اسمها ايه? اللي احنا بقول لها اللحمية وبعد كده بنشالها. تمام? دي لو زادت يعني لو حصل لها مشكلة. يبقى ورر اللسان في حاجة اسمها يقالك في حاجة اسمها طيب يا جماعة بالنسبة للتيس يعني انا عيب عليه لو قلت بصراحة دنتين وينامل سمنتم واحنا متحينين في أورال. يعني حرام لنا لو قلتو يعني. تمام? وكنين. ده يعني كلام ده كله المفروض بتاعنا اللي هو كلام دنتيشن. دنتيشن كامل دنتيشن. دنتيشن وان اوان. اما نستاك شر بتاعتيز ده أورال. يعني حرام. مليش لازم انا نقول بريدون تاليجمنت اكيد انت عارفها. وينامل عارف ودنتين عارفوا يعني السمنتم. تمام? طيب. الفارنكس. وتكلمنا عنه في اللي فات وعرفنا الفارنكس ده. القوس فيجس بقى. القوس فيجس ده هو المريء. والمريء طبعا زي اي حاجة في الدنيا. عازل نعرف طولها كان. قالك المريء دي طولها خمسة وعشرين سنتي. ده المريء. تمام? طوله خمسة وعشرين سنتي. ده بس معلشي. عالش. اه خلاص. طوله خمسة وعشرين سنتي. بيه امتد من ايه. قالك بص كده. هتعالي نشوفه هو امتد من فين لفين. بس نشيل بس شوية المصلت دولت. بص. دي نهايته. نهايته عند حاجة اسمها فين? اللارينجو فارنكس. هو بقى في الكتاب قالك فارنكس على طول. بس ممكن في الامتحان يقولك اللارينجو فارنكس هي صح. ممكن يعني ممكن يقولك فارنكس بس صح. او لارينجو فارنكس. فارنكس وعصله هو يعني هنا اللارينجو فارنكس هو قسمهم لك. لو انت مذاكر شابتر هتعرف ان هم متقسمين. لازم تكون مذاكر شابتر الاسبيراتوري قبل الشابتر ده. يعني ينفعش تذاكر ده بعد ده. يعني عشان تفهم. طبعا. فلازم زي ما انا قلت لك دلوقتي انت عندك السفاجس دي هتبدأ منين? هتبدأ مين? هتقالك لور اند. مين هو? يعني هي اللور اند دي هو بلغبطك. عشان في الامتحان حاجة اساسية يقولك لارينجو فارنكس صح ولا غلط? انت تقوله لأ دي لور اند اوف فارنكس. مين هي لور اند اوف فارنكس؟ هي لارينجو فارنكس. تمام؟ طيب. طبعا عند فين بالزبط مش احنا اتفهمنا يا جماعة ان لارينجو فارنكس ارجع لها تاني كانت نهايتها عند الرقم ستة في العمود الفقري. تمام؟ فقالك دي بدايتها بقى عند الرقم ستة في العمود الفقري. مش هم نهايتها عند بداية الرقم ستة في العمود الفقري. وحيتصلوا مع بعض عندي عند الرقم ستة في العمود الفقري. طب نهايتها فين? قالك نهايتها في حاجة اسمها كاردياك. واحد يوقف كاردياك يقول لا دي قلب. لا هي حاجة اسمها كاردياك اورفيس. دي فين? لاحظة. بص كده. دي المنطقة اللي الفاصلة بين دي وهو الأن اسمها تنتقل هي الكاردياك كاردياك أو اسمها كاردياك اورفيس والسا bear. تمام؟ دي المنطقة اللي ست encantate فيها عند اللارينجو فارنكس لغاية بتيتتصل مع اللستومك عند الكاردياك أورفيس. طعام؟ طيب. It lies more or less in the midline in front of the vertebral. طيب. تعالنا كده نشوفها. قال لك لو جدت شوفها في النص هتلاقي جدت شوفها كده. هتلاقيها هنا. إن هي اهي. إن هي يعني تعتبر less أو more than يعني ممكن تبقى أقلال شوية أو أكتر شوية بس يتعتبر في وش الفيرتيرا الكلام. يعني هو لك ممكن تبقى less أقل أكتر أعلى. بس هي في الآخر في الميدلين في النص في وش الفيرتيرا الكلام. فين كده تعالنا نشوف كده؟ ده الفيرتيرا الكلام. هو العمود الفقري. تمام؟ ده كل العمود الفقري. هي في وش العمود الفقري. أي وآه؟ طب بيجي سؤال كده من غير قبل ما نكمل. طب هي وراء مين؟ وراء التراكية. يبقى هي وراء التراكية وقدام العمود الفقري. تمام؟ طيب. طب قال لك حاجة مهمة جدا جدا جدا. هل أنت شايفها ماشية ومستقيم؟ واحد يقول لك استنى كده. هل بس نشيل دي. هل أنت شايفها ماشية ومستقيم؟ تعالنا نشوف كده. قال لك بص هي ماشية هي؟ وبعد كده بيجي في نزلة كده. في انحدار صغير. الحدار ده قال لك حصلها. قال لك إن تنحرف قليلا. تنحرف قليلا. ناحية اليمين والشمال. بالنسبة للمريض. ليس ناحية لك طبعا. ده الرايد بتاعه. وده الليفت بتاعه. صح؟ فتتتحرف نسبة شمال شوية. ناحية ناحية الشمال. قبل ما تخش الديفرام. تمام؟ يبقى تنحرف قليلا. قبل ما تخش الديفرام. طب تعال كده نفتكر الديفرام كان مكانه فين؟ لحظة. نفتكر الديفرام. بص بقى. لو تلاحظ هنا إن فيه انحراف هو. فيه انحراف صغير. بص بقى قال لك قبل ما تخش. قبل ما تخش. بيحصل الانحراف ده. قبل ما تخش الديفرام. تمام؟ طيب. طيب. قال لك زي أس في فيجاس ديت. لايز بيالاين. طب. الأس فيجاس دي. خلف ورا مين. أنا قلت لك. بيهايند يعني خلف. خلف التراكية ما هي. مش خلف التراكية. أيوة. طيب. طب. وفوق يعني بص. هي خلف التراكية في النص. يعتبر في النص. طب. ومن فوق كده خلف ايه؟ لك لو جيت بص فوق. هتلاقيها إنها تعتبر خلف الثوركس. الثوركس اللي هو ايه بص؟ يبص يعني متاً وقصده بالثوركس هنا. المنطقة اللي هي الصدر من فوق يعني كده. تمام؟ هو قصده يعني عرفها كده من فوق دي منطقة الثوركس. من منطقة الميدل في النص كده. تلاقي إن هي يعني بص أصلية كبيرة. فيها قصد دي. فالحتة مثلاً. الحتة اللي تحت دي كلها. بقى مثلاً بص. الحتة مثلاً هي بص دي كلها. تمام؟ فهي الحتة دي تعتبر النص بتاعها. في حتة اللي هي تحت وفي حتة فوق. طب الحتة اللي فوق قالك بالثوركس. الحتة دي بالميدل هتتصل بمين؟ قالك الميدل دي هتبقى وراء. اسمه ده. التراكية. طب وبالنسبة بقى لو كانت تحت بقى خالص. لو تحت هتبقى وراء مين؟ قالك بص كده. هتبقى تحت. هتبقى وراء. الهارت. تعال نشوف كده. أيوة عندك حق. تحت وراء الهارت. يا بص هي تحت ثلاث حاجات. ثوركس فوق. في النص عند النيك كده. تراكية. مش تحت يا جماعة. خلف. خلف behind خلف. كل شخص انا ما بطلقها بين تحت وخلف. بس انا عارف ان هي وراء. بس انا في الوراء ما علينا يعني. هي خلف التراكية في منطقة النيك. في النص كده. وفوق خلف الثوركس. و behind تحت قالك. خلف ايه قالك. ده خلف الهارت. والبريكارديام. وطبعا البريكارديام ما هو اللي بيغطي الهارت. ده البريكارديام. ده الغشاء اللي بيغطي الهارت. بيغطي القلب. تمام؟ وغل ده خدناه اصلا كده في القلب. خدناه في القلب واخدناه بالتفصيل. فاحنا اتفقنا. عندنا يا من فوق ثوركس. يا من تحت. يا من تحت خال. يا من النص يا من تحت خال. طب القصو فيجس ده يا جماعة. اكتشفنا ان هو تحسوا كده بيديق عند مناطق. بص كده. حاول كده. تخمن. تشوف كده من الرسم. من الصورة دي. بيديق فين. الغشت لما كنا عملتها كده. حاول تخمن كده. مناطق اللي بيديق فيها من مناطق فين. قالك. اول حتة. تحس ان الحتة دي. رفيعة عن الحتة دي. صح. فقالك هو اول حاجة. بيديق عند. في البداية. جاست بلو تحت على طول الفرنكس. على طول تحت الفرنكس بيبدأ ان هو يديق. طيب. تاني حتة. قالك. عند منطقة الديفييت. هي مش واضحة هنا. عند منطقة الديفييت. بيبدأ يصغر كمان تاني. المنطقة دي. بيبدأ ان هو يصغر. بس طبعا مش بين اوي. بس بيبدأ ان هو يصغر. قالك. وين. عند منطقة الديفييت يعني. طب واخر حتة. قالك. بعد ما يعدي الديفرام. في اخر حتة ليه خالص. بيديق كمان. في الاخر حتة ليه خالص بيديا كمان يعني انت هنا في الاخر حتة نوع بيديا في بيديا في ثلاث حتة اول حاجة هو برضو الحتة اللي بيديا فيها اللي هي عند الحتة للشمال دي شوية عند الليفت برونكاي يعني انت لو جيبت اصلا تكملتها نحظة ليفت هنكتب برونكاي وهنجب هكذا في منطق في منطقة بين الاثنين السوركس دي تلع منها بلا خدر كده في منطقة عندها كده يعني عند منطقة دي المالترك يتعتبر فوق الdevyate عند منطقة عند منطقة اللي هيطلع منها عند المنطقة دي بيحصلنها تذيئة عند المنطقة دي كمان بعيني في الصورة هنا بينا ان هي الحتة دي بطيئة واسعة بس هو مبين لك ان اول حتة بتبقى ديها وبعد كده بتوسع وبعد كده بتديق عند منطقة اللي هيحصل فيها الريفت برونكاي وبالديق كمان خالص عند منطقة الديافرام تحت تمام طب الحتة دي ليه كانوا مهمين اول ان هم يعرفوها there are important sites because cancer of the osphagus tends to occur more often in these sites الكنسر السرطان اكتر الاوقات بيحصل في المناطق دي في المناطق اللي هي عندها الديق دي تمام يبقى الكنسر في مو بيبقى حاجة مهمة جدا انهم ما عشين يعرفو الكنسر لازم يكونوا عايفين مناطق دي وعشين استخدم علاجها يعني قالك بنستخدم in upper endoscopy بنستخدم منزار داخلي زي form a resistant site اماكن تعتبر مقاومة عشين المناطق دي تمام فقالك زي are important sites اماكن مهمة جدا because the cancer of the osphagus مرض السرطان بتاع the osphagus بتند اللي هو عنده دايما النية ان هو يحدث more often in these sites اكتر كتير اوي في المناطق دي تمام تمام طيب تعالى نتكلم عن الabdominal and pelvic cavities تجويف الحوض والبطن تجويف الحوض والبطن ده احنا ده احنا خلصنا شرحنا ال osphagus بعد ال osphagus عرفنا ان هي حصلة بند صغير حرفت شوية وبعد ما انحرفت دخلت منطق دخلت الكاردياك الكاردياك oryceurs ديو اللي مش فكر الكلمة يعني بتاعت الabdominal طيب بعد ما تخش الabdominal البقى عايزين نبقى نتكلم على التجويف بطنك ده كله قبل ما نخش على الabdominal بيتكلم عن التجويف البطن عارف البطن كلها عايزين نعرف تجويفها كلها يعني جسمك ده كله تجويف بطنك ده ايه اللي وراه ايه اللي قدامه ودهش سؤال short note يعني دكتور قال ده من الصفحات اللي حدده فركز معيها هتكتب ايه لازم تعرفوا انت هتبدأ من اين هل انت هتبدأ من الماوس لا هتبدأ من نهاية ده بداية يبقى تقوله هتقوله كده في الاول sores of elementary elementary system انت بس لو كتبت الله ديه انت فهمته يعني zaman fade univers of elementary system قلت له ان دي تعتبرorg نهاية الباي الباي من اللي انا ما شرحتوش من الجهاز الهضμη ده الباي وضح له بقى يعني انت مثلا انت هنا وقيل لك عشان هو عمال الشحورة ففي هنا بيقولك يعني ده بقى الباقي اللي احنا لسه ماولنا هوش يعني احنا قولنا الماوس فالماوس مش معين اي حاجة قلناها مش معين ده بقى الباقي كله اللي احنا لسه ما قلناهوش. طبعا? اللي هو بيبدأ starting from the abdominal part. الجزء بتاع الابدومنال. اللي هو من عند مين? عند الاسفاجس. يبقى الاسفاجس ديت يا جماعة اصلا يعني في منها جزء اللي فوق. في منها الجزء اللي في النص. في منها الجزء اللي تحت. قال لك الجزء اللي تحت بنسميه الابدومنال اللي هو ايه? عشان هو ماسك في البطن ايه? في التحت يعني. فههم قصدي? فاسميناها فهتقوله انها بتبدأ من نهاية اصلا هو فتحة الشرق. طيب مش احنا قلنا جسمها كله فاكيد لغية فتحة الشرق. طيب. قال لك على طول الابدومنال وال. قال لك بتبقى على طول الابدومنال. يعني ماشي قمس الفتحة الشرق دي اصلا مش موجودة في الابدومنال. دي موجودة في البيلفيك. طيب. اه تعالنا نتكلم بقى ايه اللي هتشوفه في التجويف البلفيك اللي هي الحوط يا جميع بس. طمام? اللي هنشوفه في تجويف البطن والحوط. قال لك جدار الكافيتز دي كلها من قدام من ورا من يمين من شمال بتتكون من حاجتين. يا عضم يا مصلس عضلات. طيب. من غير لما يعني مسلا من غير ما تتكلم. هل انا جسمي هو الابدومنال البقى العضم بتاح يبقى فين? والمصل بتاعتي هتبقى فين? اكيد العضم ورا. العمود الفقري. ورا. اللي هي بالزبط اللي هما الل اللهم الخامسة والسقر اللي هما الخمسة كمان. الخامسة والخمسة اللي ورا. تمام? quiffentlich ده من انهباد ده من البصير الوول. ايه البصير الوول من ورا? بيقولك يعني انت عندك الابدومنل 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 بتاعك من ورا عندك اللامبر والساخل الافرتبري اللي هو العمود الفقري من ورا. تمام? طيب. ده ايه? ده عادم. طيب. قال لك كمان. قال لك بس بالنسبة ده بالنسبة زي ما احنا تكلمنا للاابدومنل. طيب بالنسبة البلفيك البلفيك بس اللي بيعملها البون. هو البون بس هو اللي بيعمل كل حاجة. ما فيش مصل الدخلة. يبقى فورم معظم الجدر بتاع طب بالنسبة بقى اللي هي طب بالنسبة آآ للجناب بتاعتها. قال لك الجناب ممكن الجناب برضو بس بيكون برضو فيها يعني ممكن بتلاقي ان فيها تمام? يبقى تاني انا هيحاجة تبقى ايه? انا اول لما يجي للسؤال ده انا هقوله اول حاجة تعتبر تبدأ من ايه? من ايه? من الابدومنل بارت اف دا او سفيجاز. تو ذا آآ الانس. تمام? طيب. تاني حاجة هتقوله ان الجدار الكافتي دي هي بتكون من بون او بيتكون من موسلز. طيب. في البوستيري الول هيتكون من ايه? من اللي هو بون اصلا. تمام? طيب وايه تاني? قال لك كمان ده البوني بيلفس. عزام الحد كلها دي. هتكون معظم الجدر بتاعة البلفيك كافتي. تمام? يبقى انا باينتنوا ان اول حاجة اللي ورا. اللي هي اللي ورا ديت. اللي هي الفرتبرا اللي ورا دي. او انت بصي هتقوله البوستيري الول. لو مش عايز لقبك بلفيك سيب البلفيك الاخر. اشرحه الاول الابدومنل وبعدين اشرحه البلفيك. تمام? هتقوله بعد ما تقوله ان هي موضوية اللي هي منين لفن? وبعد كده هتقوله ان هي بتحتوي على هتقوم جيله بس على الابدومنل. هتقوله ايه? ان دي موجودة في تمام? وبعد كده هتقوله طب بالنسبة هتقوله اخر سطر. امشي شوية كده انت كده تكلمت عنه من قدامه من ورا. تاني. من ورا تمام? موجودة في البوستيري الول. طب بالنسبة للانتيري الول. قالك اول انتيري الول از مصل بس. ما فيش عقد مخالص. تمام? طيب. طب بالنسبة ليه الليه الجناب. الجناب بتاعته. جناب جسمك. قالك الجناب جسمك بتلاقي فيها مصلز برضو. تمام? بس ايه? ممكن عبارة جزء من الباك ممكن تلاقي فيها مصلز. تمام? بس هنا اقل لك بارت. اما فين اول? دي موجودة في الانتيريور. طيب. كده. طب هتقول له ايه بادراتي انت تتكلمت له على على الابدومن الول. قلت له في الابدومن الول من ورا من قدام مصل كلها. من الجنب بتاعها بيبقى مصلز برضو. بس بارت يعني قليل مش كتير. طب بالنسبة للبيلفس قالك ده البلفس ده كله بيكون من البون. تمام? طيب. بعد باقي كده بيتكلم لك برضو. ايه سقف الابدومن اله اللي حنشوف ايه? الفلور الرضي في yup طب سقف الابدومن اله اللي حنشوف ايه. بالعقال كده اي سورة انا بعتها لك لو تفتكر الابدومن الول كانت في فوقي فقيها كان ديافريم. ديافرام حتا الديافرام اللي هو الحتتا الديافرام كان بيعدد دينافرام. فاكيد الفوقها الديافرام. تمام؟ طيب قالك يعني دوم بص كتيركز معي. الابدومنال and pelvic cavities الابدومنال and pelvic cavities انا كنت شرحت ريكورد يعني بس هنشرحها بقى على الناس عشين اللي مفهماش ريكورد وانها عليها كتابة ممكن تيجي فمهمة لازم تبع عارفها كويس كبداية اول حاجة هنتفعنا هي باقية الالمنتر سيستم ده الالمنتر سيستم بتاعك لحظة ده الالمنتر سيستم بتاعك تمام طيب starting from the abdominal part of the osphagos فين الأسفاجس عندنا تعالي كتا كتا فين الأسفاجس ده الأسفاجس هاو تمام قالك الابدومنال part فين الأبدومنال part ايه الرخمة دي كدني كدني مين liver بص تعالي لحظة منطقة الاتصال بين الاثنين دولات كنا احنا الحتة دي بقى الحتة دي بص اللون اللي باين ده بس اللون اللي باين دي الحتة الصغيرة دي يدليك اتسمها ايه قالك دي اللي كانت اسمها الابدومنال part والأسفاجس طبعا احنا ما اتكلمنا عن الأسفاجس ما قلناش تأسيماتها بس هو بيقول لك الحتة اللي نحية اللي نحية البطن يعني فهم قصد دي الحتة اللي نحية جوة يعني فعشان كده يسميناها الابدومنال part اصلا هو مش يقول لك مثلا هي باقي اصلي بص الأسفاجس ككلها يعني الباقي الحتة بص الباقي الحتة بص انا ارسمها احسن الحتة دي كلها دي كلها في الاسفاجس مش يعني تعتبر مش تبع الابدومنال الابدومنال وما لقي قالك الاخر حتة بس لها دعوة بالابدومنال تمام طيب حالو بعد كده لغاية فين قالك لغاية الانس فين الانس دي فتحة الشرق فين فتحة الشرق اهي دي فتحة الشرق تمام ده الانس لو انا كان يعني تمام يبقى ده ده كله يبقى من اول فوق هنا من اول بالزبط من اول هنا شفت الحتة ديت اهي لغاية تحت خالص هنا عند فتحة الانس اللي هي فتحة الانس تمام طيب ليه فتحة الشرق طيب طيبb قالك زاول لقابل للعبود الفاقري أو第二個 صنعنا او سوى من بعضها قفيس طيب طيب من ناحية البوسيرور الذي هو الضهر. مناحة البستيلور و في ايه? قالك ده فيه في فرتيبرا الكولامبس انهي قالك ده اللامبر والساكرا. بس. يبال لامبر انساكرا الفرتيبرا الكولامب. تمام? ده في البستيلور. طيب. طب تعالنا نتكلم على فكت من البوني بيلفت دي. هنقولها بس لما نتكلم خلالنا نتكلم على كل واحدة بالتفصيل. طب بالنسبة ليه اللجناب باللجناب بتوعه. يعني اللجناب بيص. اللجناب بتوعها. فيه هنا ايه بص انا دوت هنتكلم على اول حاجة ده بص اللي انا قال ده الانتيرور وورا ضهرها البستيرول ده اللي جناب بتاعها اللي وراها البستيرول هو العمود الفقري دي بس العمود الفقري التفايل اللي هيبقى حاجتين اللي هما مين اللامبر والساكرال طيب تعال نشوف اللجناب قالك part of the back wall and side wall الضهر والside wall قالك ممكن تلاقي في الضهر يعني بص الضهر غير ان في فيرتبرا ممكن تلاقي اجزاء من المسل يعني مش بص عضم هتلاقي في شوية مسل تمام واللجناب برضو فيها مسل طب بالنسبة للانتيرور قالك الانتيرور ده هول يعني كلها على بعضها مسل لم يفهاش عضم خالص لواحد يقول لي امال ده ده مالهوش دعوة ده بص 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 كده ده الابدومنال كافتي ده كده الابدومنال كافتي بتاعك ده اللي احنا بتكلم عنها تمام لها جنبين الجنبين دورة اتفاقنا اه مسل طب ضهرها يا عندها يا شوية مسل طب بنقدام هنا بقى هل انت شايف اي عضم لأ انت بنقدام كله شايف مسل تمام طب بعد كده هنتكلم على الروف قالك الروف بتاعها السقف بتاعها في ايه قالك بص تعالى كده تعالى كده نشوف السقف بتاعها هيبقى في ايه اه دايفرام تعالى نشوف الدي葉 في ايه فرام هل هو سقف بتاعها مالا. ايوة ينبس لي هو دايفرام. ايوة السقف صح دايفرام ايه هو سف فتح لانتك لو جيت تشوف لو جيت ترسم هتلاقي ان هو الدي葉 اصل بص دادي فرام بتاعي يعنيو بص هو هي دي هي دي دادي فرام بتاعها هو هو اللي ماسكها من الروف بتاعها. فهمقصد ضي? طيب فقالك الروف? قالك ال DI certified وديفرام ده بياخد القمة دوم shape بتاعها بياخد القمة تشتركشور بتاعها تمام الابدومنال cavity extend upwards inside طب حاجة مهيمة كمان قالك بتطلع لفوق الابدومنال شفت ده الربس بتاعك يعني الربس تضلع دي بص ده ضلع وده ضلع وده ضلع قالك بتبقى يعني بتطلع لفوق شوية بين الهدلوع يعني شوف لو طحز هي بين الضلوع نهايتها بين الضلوع هو عايز بس يوصلك ان هي تبقى بين الضلوع بين الربس يعني تمام لان فقط اوه اخر لبس اللي هو ال Lower Lips ليس الى فوقه اللي همه Lower Lips تحت اللي هم هتحسون همانين كده شوية ده اسمهم Lower Lips اللي تحت دوات فأقالك ان الابدوميلا الكافتي ده Extend Upward يعني الابدوميلا الكافتي ده فيه منه تكاملة فوق التكملة دي فوق دي موجودة ده داخل Lower Lips تحت الудиفرام يبقى داخل Inside Lower Lips تحت الديفرام طيب ده كده اتكلمنا على الروف بتاعها طب لو جينا نتكلم على الفلور الأرضية بتاعتها الأراضية بتاعتها من مصل كلها مصل بتحتوي على حاجة اسمها ** psychic 广 Destiny دي حتة مش بين maid بس فيce pelvic CS بيكون تحت هنا كده تمام عند منطقة الحوت تمام طب ننسينا نقول حاجة حنتكلم 초مي الطواتي على الأبدومنال cavity من كل حتتة ما نتكلماش سرعي البل dragon cavity البل связ هذه البل one التي تتطويه منруж New قال لك البلفي الكافتي دي كلها تلتة رباحة بلفيس سوري تلتة رباحة بون عظم حتى بتلاقيها في فقرة التانية سطر التالت سوري سطر التاني بعد تكمل شوي بيقول لك تلتة رباحة جدر البلفي الكافتي كلها من العظم تمام طيب واتفقنا وقلنا الفلور تمام طيب يعام تعالى نتكلم على البريت شو نعم ده الغشاء اللي بيكون موجود على البطن واحد يقول لي هو فين الغشاء أنا مش شايف غشاء بص كده ده الغشاء اللي موجود على البطن بص دونه دون تحسوا حتى كده اسمه بنسميه لونه أصفر كده بنسميه سيراس ميمبيرين كده غشاء مصلي كده مش لونه أصف تحسوا لونه أصفر كده فبنسميه غشاء مصلي اسمه سيراس ميمبيرين بتكون من طبقتين بص كده الطبقتين هم قالك طبقتين أجزاء منها يعني الطبقتين دولك لو جاء نشوفهم الطبقة الداخلية بتخش بين الأعضاء وبعضها تحمي الأعضاء تحافظ على الأعضاء من جوه والطبقة الخارجية مسكها من بره عاملة زي مثلا عندك مثلا مثلا حافظ مثلا أو بتحمي مثلا جامعة أو أي حاجة لو جاءت تشوف في الجامعة هتلاقي أن فيه مثلا أمن وقفين من بره خالص وفيه أمن جوه في كل مثلا في كل مكان في كل مدرج في كل مثلا دور هتلاقي فيه أمن الكلام ده كورا. نفس الفكرة. هي بتعتبر الامن بتاع المنطقة دي كلها. فهي فيه امن من بره اسمه ايه اسمه برايتل. ده البرايتل ده بيغطي الابدومن الول من بره كله. طب والامن اللي من جوه داخل قال لك ده اللي اسمه فيسرال ومن اسمها فيسرال يعني فيسرال احشاء يعني احشاء حاجات الجوه بطنك. فده اللي بيغطي الارجان وبعضها. تمام? طيب. لو جينا نشوفه قال لك اتمي فيكس سيرتين ابدومنال. طب خمان وظيفته كمان هو بيحافظ على ما فيش حاجة مسلا تطلع تجري. ما فيش مسلا سمول انتستان تقوم سايبها وماشية. فيش الكلام ده. طمام? طيب. اللو جينا لما جاي يشوفه الفيسرال اورجان ديت. لقوا ان زي ما انت فالك بتتكاوم من طبقتين. الطبقات بقى اللي كان بتغطي الارجان جابوا تلاتة اورجان وهنتكلم عنه. فيه تلات طبقات كانوا بيغطيهم من البرتشنان ده. اول حاجة حاجة اسمها الاومنتم. الاومنتم دي اللي كان بتغطي الاستمك. الميزنتري ده اللي كان بيغطي الاسمول انتستان ودي اهم واحدة. الميزنتري اهم منهم التلاتة. بس يعني تلاتة ذكرهم بس اهم حاجة الميزنتري. تمام? الميزنتري هي اللي بتغطي الاسمول انتستان. طب ومن اللي بيغطي الارج انتستان? الميزو كولون. تمام? طب ميزو كولون ليه? انت عارف ان الانتستان لارج انتستان عندها القولون. تمام? ميزو كولون بتاع الارج انتستان تمام طيب اه تمام حاجة كمان ان البروتش نام ده بيكون بيدي عنده يا جماعة خلايا بالعمية اللي هو فاجوستيك سل عنده مكروفاج ونيوتروفيل عنده عنده بيسلز وتيسل الخلايا دي كلها فالك البروتش نام ده has also defensive function ليه دور دفاعي اي عضو غريب يدخل داخل جسم الانسان لأنها عندها عدد كبير من فاجوستيك سل تمام تمام طيب تعالنا نتكلم دلوقتي عن الستومك الستومك ديت is the most dilatable part يعني حاجة قابلة للاتسان ان لو فيه مثلا اكل هتبع قابلة للاتسان ما فيش اكل هتضغر تانين انت لو جيت تبصرها من جوه تعتبر تقدر انها تحصلنا تتسع وتقفل تانين طبعا ويتش بتمسك ايه باي خلاص احنا مفوت عرفنا مين اللي كن اخر حاجة كنا مسكن فيها حتى كنت بقول لك بيحصل لها حتة اعوجاك صغير كده قبل ما تخش الديافرام والاوسفيجاس الاوسفيجاس كنا حتى قلنا بتمسك مع عند موطقة اسمها ايه لما عادت قلتلك هي اسمها كاردياك كاردياك بس حتة اول كم منها اسمها كاردياك بس قلتلك في الاخر وتلك ما اسمهاش ايه كاردياك دي مش اصدق على القلب هو اصدق ده يعتبر حاجة اسمها كاردياك اوريفيس تمام اللي هو الفتحة اللي مسكة اللي اتنين ببعض تمام يبقى اول حاجة ببدايتها من الاوسفيجاس لغاية تحت مين تحت بقى قالك عندك الدودينام دودينام ده اول جزء من السمال انتستين اللي هنا مفروض تكملها يعني بس طبعا لما نتكلم على السمال انتستين هنقولها يبقى بطيبة تاني من هنا الدودينام هي من اول الاسوفيجاس لغاية الدودينام ده كله يعتبر ايه قالك ده يعتبر كل ده الستومك عندك طيب طب موجودة فين بالزبط بص بقى الحيطة ديت علشان تفهمها هذا كده بص افتح صفحة اللي اديها على طول كنا قلنا هيليها تسع مناطق صح بص بقى هو بيقولك فان هي مناطق بقى قالك هي بتبدأ في منطقة في المنطقة هايبو كونت شو بيقولك هنا اه بص في بداية كده بيقولك ان هي تحت الديافرام يعني انت لو جيتشوف تحت الديافرام تماما ايه ده الديافرام بتعتبر تحتيه تمام هي كده بداية كده تحت الديافرام تمام طب دي رقم واحد تاني حاجة بيقولك بقى طب جوا جسمك فين بالزبط فين بالزبط في الكافيت بتاعتك قالك دي بتبقى اه فين دي اه اوبر دليفت هايبو كونتريام لو جي نقسم بطننا كده هنلاقي ان احيا بنقسم بطننا لتمن مناطق قلنا خطين طولي احنا كده هنزهق خطين طولي وخطين عرضي كنا قلنا ما كانت موجودة حتى في الشعر خطين طولي وخطين عرضي طيب طيب المفروض ان دي السمك دي كلها بتبقى موجودة فين قالك هي موجودة هنا هي الحيتة منها هي وقالك موجودة بفود ان احركها شوية بص بص تاني هنضيع وقت عشان حاجة شبهة دي بس ما علينا ما هي دي لو تمشي خالص هنلاقي برخامتك بص تاني هنقسمها هي كده ده عندنا طيب بص بقى هنقوم واقسمينها كده وكده وكده وكدا بص وبص جزء يده اسمه ايه لو جيت ان تبص بصى صفحة هتلاقي مكتوب اسمه هيبو كندريوم بص اهانی واحد اللفت هيبو كندريا طيب واقد ثاني واخد منطقة اسمها الابيجاستريك هي منطقه الابيجاستريك ابي جاستريك اي مجال واخدى منطقة ابي جاستريك واخد منطقة ابي جاستريك اخرى واخده منطقة كمان بتاعة الامباليكال ريجون يبقى واخده المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي بس طبعا زي ما نترك مش عارف اصبطها لك بس انا عايز سعيدة الفهم لك انها واخده وموجودة شوية في الابيجاستريك وموجودة في الامباليكال تمام تمام حلو بعد كده قالك ان هي شكلها عاملة شبه ايه لو جدت شوفها تلاقي ان شكلها عاملة شبه حرف ج كده تمام قالك ايه على حسب قالك بقى اتساعها ده هل على حسب بيكون على حسب بيكون على حسب هي البتونة هي بتفضل سابتة لا انا لسه قالك انها قابلة للاتساع فبالتالي هي بتتسع او بيحصل على حسب المكونات اللي عندها هل انت واكل كتير ولا مش واكل كتير هل فيه جاء اكل كتير ولا لا تمام طيب تعالي نتكلم على الاناتوميكال بتاعها بص معي اللي نتكلم بقى ان انا متوقع ان ده يجي شورت نوت تمام فلازم تكون انت عارفها تقوله ايه هتقوله في الاول الكلام السهل بتاعها اللي هي مكانها يعني حتى لما اجل اشرح لك اللي ما تيجي مثلا تتكلم عن كدني فيه حاجات اساسيين فاك اللي ممكن تباشرح لك مثلا برضو زي الاورال مثلا اقول لك ان اتكلم على خلايا معينة بتتكلم على شكلها ووظفتها ومكانها والكلام ده كله انت اول حاجة بتوصفها حاجة مميزة فيها لازم ايتي حاجة بتبدأ بيها لازم تميزها بحاجة ان هي The most dilatable part اكتر حاجة قبل الاتساء تمام بعد كده انت بعد ما وصفتها تقول مكانها من فوق ايه ومن تحت ايه مسكة من فوق ايه ومن تحت ايه وبعد كده تقول مكانها بالزبط في الابدومنال جعفتي بتاعك تمام طيب بعد كده توصفها برضو انه هي J shape يعني مش اللي هي حوار يعني كتبت له دين كلها مش هي ايه يعني هو مش هيركز او على الحتة اللي فوق زي ما هيركز على الحتة اللي تحت الانتمical الانتمical description الانتمical description دي بتنقسم لموقع المناطق زي اولا كده، انا لما اجدرس اي حاجة اناتم امتاحها Um سوف البداية بتاعتها مسكة باية من فوق ومسكة باية منتحت واحد يقول لي اسمه هو مسكة بأى بيه Lotus Vegas يعني تمام فانيا حاجة انا عايز يشوف اطرافها الحدود بتاعتها من يمين ووا من الشمال فانيا حاجة انا عايز يشوف اجزائها ذلك من جوا يابقى التالب Petersburg ilip сум milica وامين Louise chicos انا عايز يشوف نهايتين عايز يشوف حدودين عايز يشوف مكوناتها من جوا اول حاجة هابدأ مين اول حاجة هابدأ بنهايتين قلنا النهاية الاولى اسمها ايه cardiac orifice احيان دي موجودة فين انت كلامين كله سهل موجودة في ال upper end فوق صح upper end ليه النهاية الفوق واحد يقول ليه مش مفيد ال end تحت ما هو انت عندك السومك ده فيه نهاية فوق وفيه نهاية تحت يقولك دي النهاية اللي فوق في ال upper النهاية اللي فوق تمام عند ماضية اتصال بمين بمين بالسومك بالأسفاجس مش حاجة جديدة تمام وتعتبر مغطية بقالك guardia يعني ما حميها بايه بسفنكتر تمام تمام طيب تيك نشوف ال bioric orifice تحت ما هي نفس الكلام بالظبط بس دي هتبقى ايه lower end تمام junction between ومين ومين الستومك واول بارت في الدودينوم تمام طيب طيب و guardia بمين احنا قلنا فوق حاجة اسمها cardiac orifice تحت اسمها هتبقى sphincter orifice او سوري ببقى معلشي اسف bioric sphincter تمام وال bioric sphincter دي بتميز بانية لو جيت تشوفها كده يا جماعة تحس ان هي تخينة في الحتة دي شوية يعني نحظة تحس ان الحتة دي تخينة شوية تمام ده قال لك بيحصلها ان هي thickness بتدخن يعني شوية في المنطقة ديت وتبقى على شكلها مدورة تحس انها تخينها وشكلها مدورة كده تمام طيب تمام نعتكلم على البوردر البوردر هي الحدود بتاعتها فين الحدود بتاعتها الحدود بتاعتها هي دي ست watched شاغوا psychiatric بقصد الحدود بتاعتها اصد بيتكلمك على دي و دي انت لا تقول بنفسك يعني كلام ما مفوفوش حاجه دي الشمال ولا يمين ده يمينه ده steht رؤيت يمين الشخص يمين المريض ده تمام يبقى تقول له في منطقة حتقول له لس ومنطقة جريت فين المنطقة لس وفين منطقة جريت يعني لس صغير و جريت كبير ده الريت هو الرس هو ده الصغير وده كله الكبير تمام فهذا واحدة اسمها لسر كيرفيتشل واحدة اسمها جريتر كيرفيتشل المنطقة جريتر كيرفيتشل ده عاملها شبه هي كونكيف طب دي اللي هو في الليفت كونكيفس فالليسر كيرفيتشل اللي هي ده كونكيف رايت بوردر طب وديت جريتر كيرفيتر دي لارج كونكيفس ليفت بوردر تمام تمام طيب اه تعال نشوف اخر حاجة بها عندك البرتس اجزائها قالك لو جيت تشوف اجزائها قالك بص انا بتكون من تلاتة اجزائها ايه هم ما انت زكي يعني ايه اول حاجة عندك الفندس منطقة اسمها الفندس منطقة اللي في النص دي كلها بص يعني بضحها لك اكتر دي منطقة الفندس دي وعدك دي منطقة كلها البادي اللي هي شفت اللي انا اشهيلها الحتة اللي متشالها دي البادي وعدك اخر حت الحتة الصغيرة دي اسمها ايه قالك الحتة الصغيرة دي اللي هي اسمها البايوريك بارت الفندس بارت دي لو جيت تبص عليها لاحظة لاب كده انت فهمت يعني لو جيت تبص على الفندس هتلاقي بص ده الفندس وده البايلوريك مين الأعلى من الثاني؟ الفندس أعلى تمام؟ فبيقولك أن هي the part above the cardiac orifice فوق اللي يعتبر فوق الكاردياك أوروفيس شوي تمام؟ بس مش فوقها هنا لا هي فوقها هنا يعني تمام؟ البادي اللي هو يعتبر الجسم بتاعه وهو اللي بيتبع يعني هو اللي بعد يعني هو الحتة دي هو اللي بعدها هو بيقولك ده بعد الفندس ويعتبر أكبر حتة انت اللي شايف انها أكبر حتة آخر حكة البايلوريك ده اللي بعد البادي ويمتد لغاية البايلوريك أوروفيس والي بيمتد لغاية البايلوريك أوروفيس كلام سهل يعني مش صعب نتكلم على اللحظة بس أتأكد نتكلم على the small intestine the small intestine ده ايه فين the small intestine دي the small intestine ده دي كلها كده اللي أنا عمل لها بس دي the small intestine تمام تمام طيب بص ده أنا أتعرف the small intestine طولها كم الاك لو قدت فريدة هتلاقي لنطوها 6 متر بتمتد من the pyloric orifice فين the pyloric orifice اهيه ديت the dodenum the pyloric orifice هتلاقي مكتوبة فوق فين كتر هو the orifice ما فريش نزيل ملترك نتين نفس المعنى pyloric orifice تمام لغاية اللي هي نهاية اللي اسمه ده السمك تمام to the ileo cecal orifice ileo معناها ال ileum ال ileum ده اول جزء هنلاقيه في large intestine تمام وال ileo علشان اسمع الشي ال ileum ده اخر جزء في small intestine اما السيكل اول جزء في large intestine من اخر كده ال ileo cecal orifice ده اللي بيمسك small intestine بال large intestine هو ده فين بص فين بص عشان تعرف مكانه نحظا عشان تعرف مكانه فين بص شوف مسكين بعض فين دي اللي اسمها مش عارف هال ممكن نعرف فتلاقي مكتوبة ولا اقنى اهي بص فوق هنا اليوسيكل فالف تمام ده اسمه اليوسيكل فالف تمام طيب حلو فهنا دوقتي عرفنا دوقتي من فوق ومن تحت طيب طبعا ده امسك يو بس فانه هو انه مشلال بتاع مشلح تكتبه كله فانت تبقى فاهم بس المال اندستان يتكون من 3 اجزاء دودينام جوجينام اليوم يقولك دودينام ده الدودينام بصك نرى العرش انتستان تزدهنا معها مع السلامة دلوقتي دودينام ده الدودينام تمام طيب ودي تكملت الدودينام يعني ده الدودينام توب ده الدودينام فان الجوجينام تمام طاب واحد يقولك ليه مش داشددددنم بالعقل كده اني ببولك اخر جزء من انا قلت لك بالترتيب كده أول جزء الدودينوم بعدها الجوجنوم بعدها الإليام و المنطقة التي كانت تمسكة بينها وهو اسمها إليو و اسمه إليام فقالنا إليو و اسمه سيكم فإليو سيكل اللي هو المنطقة التي تسكل الاثنين دولت ببعض تمام فقالك بتنقوم من 3 أجزاء أول جزء الدودينوم ثاني جزء نوع من جوجنوم وبعد كده الإليام تمام قال لك ان small intestine except الدودينام ويحصلها كويلد ازاي؟ لو جئت بص الجودينام والإيليام اللي اتنين كلهم تحسينهم داخلين في بعض عاملين كويلد كده مجمعين كلهم في بعض اما تجي تشوف الدودينام هل الدودينام شبههم؟ ولا الدودينام هتلاقيه مش معمولة سبههم الدودينام دي عارف يعني كويلد؟ يعني بص شوف داخلين يعني بص يعني بص فوق كده يحسون داخلين كلهم في بعض كده عارف كله داخل في بعض وكده اما الإيليام قال لك سوري قاسل الدودينام ان الدودينام مش داخل في بعضه مش عامل كويل مع بعضه تمام؟ تمام فقال لك ان the small intestine except the doudynum is coiled and lies in the middle of the abdominal cavity وكلها بتبقى موجودة في المدل ومش دها في النصف في النصف في النصف ما هي في النصف في الدودينام ايوه ما هي الانتيريور الابدوميال وال ما هي الانتيريور الابدوميال وال اللي هو الغشاء اللي انا كفكر الغشاء الاصفر اللي هو البرتشنم اللي كنت بغطيه هو ده الغشاء اللي هو قصده وراي يعني تمام؟ تمام؟ اصله كل حاجة اكيد وراي يعني طيب يعني فيه حاجات هنا بديهية اوه قال لك it is suspended from the posterior abdominal wall by a double fold of a peritchnum called misentery فاكر برده ما كنت بقول لك ان بيطلع منها حاجة اسمها الميزنتري الميزنتري ده اللي هو كان طبقة تانية من البرتشنم اللي كانت بتغطيه ايوه هو نفس الكلام بيقول لك هنا ان Suspend معناها بيتدلى من البستيريور الابدوميال وال من الظهر بتاحها بيتدلى منها ايه؟ قال لك يتدلى منها جدار اللي هو double bond اللي هو البرتشنم ده cold misentery هو عايز يوصل لك هنا انت عندك الانتيريور والبستيريور قال لك ان ممكن من البستيريور يتدلى برضه بصر طبقة انتيريور دخلة متدلية بين كله يسميها يعني هو ما يمسنينك بستيريور مع انتيريور مع كلического ما يسميها ان الطبقة دي اصدل طبقة صفرة اللي اللي برخ خالص الطبقة اللي هي الفيسيريور دي بتخش جوه تمام؟ بيحتبونه انها يتعتبر من الميزنتري تمام؟ بس انت اللي هويج يسألك فيها اللي هي الميزنتري الميزنتري دي هي دي اللي بتغطي ببعضها يبقى ايتيز ساسبنت تدلة من البستيرر أبدوميال بايدابل فولد بريتشنام قول الميزنتري نجري نتكلم عن الدودينام الدودينام ده اول جزء في البستيرر أبدوميال بايد البريتشنام دروقتي يا جماعة انت عندك الانتيريور برا الانتيريور اللي هو الصف الاصفر اللي وراه ده البستيريور صح؟ تمام. فالبستيريور هذا يعتبر بستيريور لالبريتشنام هذا هو بستيريور يعني بستيريور هو وره بريتشنام فالبستيريور ده أول جزء في البستيريور لوره البريتشنام وهذا بريتشنام تمام طابعها طابعها 25 على شكل حرف C اتحدث تتحدث عن دينامباس نتحدث عن هذا بنتكلم بس على ده. لا انا اعمل لك على ده. تمام ده بس. لو قلت بص هتلاقي شكلها شكل حرفي سي. تمام. مش بدأ من الباليوريك سفينكتر. لو قلت بص. ده باليوريك سفينكتر كمان معاه. بدأ معاه. تمام. طيب. قالك ترنينج اروند ده هيد اوف ده بنكرياس. تعالنا كده نجيب البنكرياس كده ونشوف. فين البنكرياس. بص. ده بنكرياس صح. بص ما بيقول لك ايه. بيقول لك ان руها بتبدأ من عند الباليوريك. تمام بعد الباليوريك سهلا بص انا اشيل بص حاجه يعني اللي بحصلها ده البينكرياس. تمام طب. هنا عندك الباليوريك. قالك بعد الباليوريك بيت اروند هذا الاصر بن كرياس ترى الحتة عددت حيث نظر الاصر بن كرياس يقولك انه حوالي الاصر بن كرياس ترى مقارنة الاصر بن كرياس على شكل حرف c و نهايتها مع الجوجنم نسماها ايه الى بين الجوجرم والدودينم اسمه دودينو جوجنال فلكشر دودينو جينجيل فلكشور من اسمها دودينم مع جينجيل فلكشور دودينم ده كمان لها اربعة تجزال احنا قلنا تلها كلها 25 متقسمة بس لا تلها كلها 25 سنتي بس هنا احيكلمك بالإنش يعني تلها بالإنش عشرة إنش تمام طيب تلها بالعنش اول حاجة فرست بارت ساكند بارت ثيرت بارت اول بارت ده اول جزء ده اثنين إنش تمام ويكون موجود فوق الهد يعني هنا ده الحتة دي بالزبط بس ده اول جزء منها بياخد اثنين إنش اللي هو فوق الهد فوق الهد بتاع البنكرياس الساكند بارت قالك الساكند بارت ده ثلاثة إنش تمام يعني الرايت سايد ده البنكرياس يعني الرايت سايد ده البنكرياس صح؟ اليمين بتاعه فين؟ اليمين بييمين للعيام مش ليك يبقى ده ييمين لعيانك يبقى هنا الحتة دي تمام؟ يبقى ده الحتة دين اللي هي الساكند تمام؟ حتى تبص فوق دو دي نام ساكند ساكند هي كلمة ساكند اللي هي رقمت لها الساكند بارت تمام؟ ده على يمين البنكرياس طب الرقم تلاتة اللي هو المنطقة التالتة اللي تعتبر أربعة إنش وموجودة تحت الهد ده الحتة اللي تحت مكتوب ساكند بارت مش عارف ازاي بس همومي دي الحتة التالتة تمام؟ هو بصي بصي انا مش عارف تكون هل انت لسه معايا في الحتة ولا اي دي الحتة التالتة تمام؟ تمام ودي تعتبر أكبر حتة فيهم حلو؟ طيب واخر حتة عندك مين؟ اخر حتة عندك لها اللي هي واحد إنش في النهاية ودي تعتبر on the left side of the head of the بنكرياس فين ال left side؟ قالك ده البنكرياس تمام؟ فين ال left side؟ حتى نزبط خالق شوية حتى نمشين عليها بالتصبيل دي اول حتة تمام؟ اللي هي بعد عطوة اول هي بتقدر تقول الحتة دي بعد كده دي تاني حتة تمام؟ وعد كده الحتة دي كلها ثلاث حتة وعد كده الحتة دي تعتبر شمالها رابع حتة بالشمال للراس يعني تمام؟ تمام فالك أن الحتة ديت دي مين؟ دي الرقم اربعة ودي رقم تلاتة ودي رقم اثنين ودي رقم واحد تمام تمام قالك في النهاية كده بيقولك ان البيل داكت وبنكرياتيك داكت ايه البيل داكت؟ طبعا البيل داكت والبنكرياتيك داكت لحظة هاقولهم ريكورد معلش بس انا انا قفلت علشان عشر دقائي ما بترضاش على الواتس بتزهقني لو انا بعجب لو اكتر من عشر دقائي ستتجد الفيديو اللي فات عشر دقائي وثمان سواني فما حبيتش البايل داكت عند وفين البايل داكت داكت؟ بدي بي 체عاتيك داكت الطبع بايل داكت جاي منين؟ جاي من الليفر ليش بدينا الليفر كلها هو لازم هيشيل لنا عشان حتى يجيب اللي بقى اقوز الرابع فين بقى بص ده البايل داكت دي تمام اهي البايل داكت بالزبط يعني تمام طيب البايل داكت دي طلع من اللي بر و تاني واحدة حاجة ده دي البايل داكت طلع من كرياس طب طلع من كرياس فين؟ عايزين نشوفه بص كده بنكرياتيك داكت مش عالف انها تشاريت ولا بنكرياتيك فين داكت داكت اهي اه بنكرياتيك داكت بص واه الاتنين بيتجمعوا مع بعض بص شوف هنا بص هنا الاتنين بيتجمعوا مع بعض عشان عند منطقة اسمها دودينالبابيلا بنسميها عندنا اسمها بستيريوميديال بارت بيتجمعوا الاتنين مع بعض عند منطقة البستيريوميديال بارت بص هما الاتنين بيتجمعوا لا اه سوريا ترى هنا معلش بيتجمعوا الاتنين مع بعض برضو هنا برضو بدينا اسم تاني بس ما علينا يعني عندهم الاتنين بيتجمعوا مع بعض تمام؟ عشان يتكون لك حاجة اسمها او بيكون لك فتحة الفتحة دي هي اسمها كده اسمها دودينالبابيلا بس الفتحة دي مش علينا هو مكلكش اسم الفتحة هو قالك بي تقع بس مكانها فين قالك بي تقع مكانها فين يا سيدي قالك ده ده Nederland لو شفنا ده لو جدا نراجع تاني البنكرياس خcell Down مش م generar skeeterah ما علينا يعني لو وفادنا ان ده مكان البنكرياس حدنا دي تكميط البنكرياس إهية تمام قالك ده تعتبر مكانها فين بالزبط قالك تعتبر posterior medial ده ال medial وده اللاتران مهمتين فترن كل اي حاجة medial قريبة من النص ده القريبة من النص ولا ده اكيد ده لان ده يعتبر مثلا النص على جسمك كله فده اللي قريب من النص يبقى ده الميديال وده اللاتيرال فقال لك بوستيرو واللي فاهمها هيفاهمها كويس لو انت كنت مذكر شابتر وان كويس ده قال لك بوستيرو ميديال بارت مش فاكره احفظه نا بوستيرو ميديال بارت في اني بارت من الاربعة في تاني بارت اهو في تاني بارت تمام تمام تعالي نتكلم بقى على حاجة اسمها الجو جينوم بالنسبة للجو جينوم عندنا قال لك is the second part of the small intestine هو رقم اثنين او بعد على طول بعد الدو جينوم فيه جو جينوم تمام طب تبدأ من عندي مين تاني ركز معي دو جينوم جو جينوم فلاكشور دو جينوم فلاكشور تمام خلاص بتدنيه سهلة موجودة فين قال لك في البر part of the abdomen في الجزء اللي فوق بتاع الابدومان في البطن تمام تمام لاندي عارب اللارج اندي عارب اللارج انتستن هي اللي بتبعت تحت هي تعتبر في الابر اي small intestine في الابر دائما تمام طب بتشكل حوالي كم من الاسمول انتستن دي بتتشكل حوالي خمسين الاسمول انتستن تشكل حوالي كم خمسين الاسمول انتستن ومان مني التلاتة خمسة التانيين ده الاليام طب فين دي حتة صغيرة يعني تعتبرش اصلا تمام يبقى دي الاخمسين الاسمول انتستن ودي تلاتة خمسة اللي هي الاليام من تلاتة خمسة الاسمول انتستن تمام طب قال لك لاني تعتبر it comparases the upper the upper two fifth of the small intestinal distal to dodenum بلا كيه تعتبر distal to dodenum فين الدودينام ده الدودينام طيب فين الميزيال الميزيال زي ما اتفعني الحاجة اللي في النص ده النص ولا ده النص ولا ده النص ولا ده النص اكيد بص عشين حط لغبطك جدا ده النص بالزبط فهل هي تعتبر كلها في النص او يعني في حتى لو فيه جزء شوية بس تعتبر هي فين؟ تعتبر هي لاترال لان ده الميديال هي تعتبر بعيدة هي لاترال هم تقص دي؟ تماما طيب نيجي نتكلم عن الاليوم الاليوم ده قال لك ده اخر جزء من ال small intestine اللي انا عامل لك عليه ده قال لك as a joint the large intestine بتمسك مع large intestine عن طريق حاجة اسمها ileocecal junction دي اسمها ايه؟ قال لك دي اسمها جوجرام طب ودي اسمها ايه؟ قال لك دي اسمها الاليوم طب بس انت وقال لك ده هو عايز الفاصل بينها وبين السيكم ده اسمه سيكم تمام؟ او اسمه كولون بس هتعرف الاسمه السيكم بعد سوية تمام؟ فالاسمها ileocecal حاجة اللي فاصلة بين الاليوم ببعض اسمها ileocecal تمام؟ طيب طب قال لك at the lower right part ليه lower لو كنت بص مسكين ببعض فين؟ نارزك هم؟ وريتها لك مرة بس عادي هم انت هتزائيني معاكي اهو مسكين من تحت في مصدي لو كنت بص هنا يعني اتطور مسكين من هنا كده فبالتالي اتطور مسكين من تحت تحت يعني تمام؟ طيب فقال لك ileocecal junction in the lower right part of the abdominal cavity طيب تشكل حوالي كم تشكل حوالي ثلاثة خماس small intestine تعالى بقاني نقولي large intestine large intestine ده بيبتدي منين؟ بيبتدي من ileoceleac برضو النافس الحيطة اللي هنشالها ببتدي من ileoceleac معلش اللي انا بعيد بعد عيد مثلا نوريك مكانها تاني لان ده يعني ممكن اساعدك شوية انك اما توقع في حاجة كتير انت من انك افتكرت شكلها خلاص حفزتها حتى انا انا نفس انا بذكرش اناتومي عمر في حتي مذكرت اناتومي وبنقصش فيها بسبب اللي انا متخيل كويس متخيل كويس وخلاص انا مش محتاج اللي انا احفظ احفظ كلمات بس بس ما احفظش اماكن فين ولا انا بحفظ كلمات مش اكتر يعني اماكنها فين وتخيلات بقى اتخيل في المتحان والصعبة ما علينا الااليو سيلياك عند ده اللي هي منطقة الااليو سيلياك ديت المنطقة اللي بين اللارج انتسن و التفاقنا اللي هي يمين و او اللي في الليفت ده يعتبر في الرايت تحت ولا فوق في تحت ايه اضا تلاحظت انها هنا مسكة هنا بص عباين هلك اكتر مسكة بص شوف ماسكة هنا فالحتة دي بص الحتة دي فين تحت فقالك ايمين تحت طائعا طيب طولها كام؟ الين هزا طوله؟ متر ونص ومالي سمول انتسين كان طوله كام لو تفتجر كان طوله ستة متر بيتكوم من كام؟ قالك بيتكوم من مناطق حاجة كتير شفت اللي هو كاتبها لك دي ما بحبش أنا لما اجاك رؤى كده أول مرة بتخضي كده شوف معايا أنا هورهم لك أنا على الرسم هنا ممكن تشوفهم برضو على الرسم على صفحة 111 اللي رأي هكتبع معايا 111 ما فريدش يعني عندنا أول حاجة بنيمتع حاجة اسمها الابندنكس بعد كده أبس هقول لك كل واحدة ما كانت فين بعد كده شحوم لك تمام؟ دي الابندنكس تمام؟ وتحس عاملة شبه الدودة كده شبه الورم كده عاملة شبه الدودة كده تمام؟ طيب في التاني حاجة ديت اسمها السيكم تمام؟ بس هو في غلط يعني هو في غلط ان المفروض السيكم المفروض ان السيكم الحتة دي بس تمام؟ بس ما علينا يمكن بس هو المفروض يعني انت لما احنا ما ناخد بعد شوية هتعرف ان المنطقة اللي بيتصل اللي هي منطقة الاليوسيلياك منطقة الالتصال بين الاتنين دولار بتبقى عند بس عشان ما لا هبطاكش دروية انت اعرف بس ان دي البداية السيكم دي السيكم تمام؟ وبعد كده تمام؟ وبعد في حاجة هنا كده في حاجة بس يعني بس هو اضحها لك لحظة في هنا حاجة الحاجة دي اسمها ايه؟ قالك دي اسمها وهناعرف لي اسمها دلوقتي طيب وبعد كده وبعد كده عندنا حاجة اسمها والترونز ببعد كده وبعد كده برضو نفس الحتة اللي كانت هنا كت قلت لك اسمها هنا هيبها اسمها هنا هيبها اسمها تمام؟ وبعد كده الحتة دي اسمها تمام؟ اسمها دي تمام؟ طيب تعال ناخد كل وحدة كده ونعرف كل واحدة بتقول ايه؟ أول حاجة السيكم السيكم ده يعتبر في رايت ولا لفت ده إحنا قلنا السيكم هنا يبدأ السيكم ده الرايت تمام احفظ سوري افهم طب هي ما كانت راتي على اليمين هنا تعتبر هل هي بالنسبة للإليا للدين الإليام صح؟ فقالك هي تعتبر يمين بالنسبة للفصة يعني تعتبر هي فصة لها أصل بوز منطقة الاتصال اللي بينهم نمنع العاشر مرة هوريها لك دي تعتبر فصة لها فقالك إن هي تعتبر رايت إليا كفصة منزميها رايت إليا كفصة تمام إن هي تعتبر رايت للإليام فمنزميها رايت إليام فصة تمام طيب حلو قالك طولها كام قالك طول دي أنا كله ده ما أتكلم مع دي طولها ستة سنتي حلو طيب بس في حاجة قالك هي طولها ستة سنتي وعرضها أكبر من طولها انت لو بجدت بص هتلاقي إن زي ما قلت لك ده هيبقى طولها بس يعني ده اللي أنا فاهمه عرضها أكبر من طولها عرضها سبعة وطولها ستة تمام تمام حلو طيب شكلها عامل إزاي قالك شكلها بيبقى عاملة شبه بص كده شبه البلايند بوتش إيه البلايند بوتش ديت قبلك حاجة معناها عاملة زي بوتش معناها حقيبة شنطة شنطة عمياء يعني شنطة عمياء يعني ما فاش أي فتحات خالص إلا الفتحة بس بتاعي والفتحة دي كمان مش فيها دي في نهايتها تمام يبقى عاملة بلايند بوتش عاملة زي الحقيبة العمياء بمعنى إن هي يعني مقفولة من تحت وقالك بس مفتوحة من فوق بس مفتوحة فوق مع الأسندين كولون يعني لو أتبر مقفولة برضو إنها متصلة بأسندين كولون من فوق تمام يبقى بتاني من داون وورد افهم داون وورد تحت مقفولة إنت شايف إنها مقفولة إنت خيلي الصورة قدامة طب فوق قالك فوق ما هي فوق فوق متصلة ب اللي هي open upward فوق مع الأسندين كولون تمام طيب منطقة اللي أنا قلتلك المنطقة الإليام حتتتصل مع large intestine عنده افين زي ما انتفانون عنده حاجة اسمها الإيليو سيلياك صح طب المنطقة دي فين قالك المنطقة ديت الجونكشن بتوين الجونكشن بتوين يعني الجونكشن بتوين السيكم دا نهاية السيكم صح الجونكشن بتوين السيكم و الإليام دا نهاية الإليام الالمن لدي هاللي بيحصل عندي جونكشن بين الاثنين دا الاسندين المسافة بين الindetسينج هو المتصوص والسيكام اللي هي calls المسافة مالتقر بما stance الاتصال تمام تمام طيب تاني حاجة لك حاجة اسمها الفيرمي فور مابيندكس ايه الفيرمي فور مابيندكس دي هانا هي دي الفيرمي فور مابيندكس دي تمام الفيرمي فور مابيندكس دي تقالك it is very ناروش بلك عاملة شبه الورب عاملة شبه الدودة تمام برضو بلاينت حسنها عامية برضو مش متصلة بحاجة ومش شايفة حاجة تيوب that open into the posterior medial aspect ليه قلنا posterior ليه قلنا medial بص هي حركات دروقتي يا جماعة اتجاهها ده anterior الى posterior ده anterior وده posterior تمام يبقى ده posterior طيب posterior medial مش ده medial مش هحنا اتفقنا ده النص يبقى ده medial وده lateral فاكيد لما اقولك من ال medial هنا ومن ال lateral اكيد ده medial ال medial دايما قريب من النص تمام تمام فقالك تعتبر حاجة سميناها عشان كده سميناها سميناها بستيريو عشان بستيريو ماشية ناحية البستيريو وناشية ناحية ال medial فسميناها برضو من فاهمك هتفتكر الشكل خلاص بستيريو medial aspect او في ده سيكم عند اتنين ونص صنط كده تمام طيب قالك تحت ال اليو سيكال جنكشن تمام في مشكلة طب فين ال اليو سيكال جنكشن مادية ال اليوم ودحت السيكال قالك بتمتد يعني الحتة دي تعتبر تحت ال اليو سيكال جنكشن تمام تمام طيب طب تطولها كلها على بعضها كم اللي تطولها على كلها تسعة سنتي هاتف يوجد نوعين في ممكن نوع اسمه retrococcal ونوع velvict type ال retrococcal دي اللي موجودة هنا متصلة مع السيكم طب والبلفك طيب دي منتصلة بالvelvic يبقى واحدة متصلة بالvelvic واحدة متصلة بالسيكم اللي متصلة بالسيكم اسماها retrococcal المنتصل بالvelvic اسماها belvict type تمام تمام اه ماشي اه تعالى نتقلم على ال ascending column كلم بقي كله جاي كلام سهل يعني كلام من أطفال خالص ده الأسندين كولون بتاعنا أو صورة فوقها يعني اسمه فوقهم طيب الأسندين كولون ده طوله كام طوله 15 سنتي أمال ده كان طوله كام كان طوله 6 وعرضه 7 طيب والأبندنكس ده كان طوله كام 9 تمام الأسندين كولون طوله 15 سنتي بيبدأ منين بيبدأ من from upper end نهاية مين غير ما تكمل upper end تعامين يعني upper end اللي هو بداية فوق بداية ولا بداية فوق بداية فوق upper end يعني نهاية الحتة اللي فوق يعني تمام نهاية الحتة اللي فوق بتاعت السيكم تمام طيب extend upward يعني طالع لفوق لغاية inferior of the liver فين اللحظة فين الليفر عشان برضو تتخيل معايا تكون كل حاجة متخيلها تعالي نشوف كده الليفر لحظة الليفر رحنا كده نجيبه برضو من أول تاني يلا بنا نجيبه حتة بحت واحد ثلاثة آخر حتة بص بقا لو جيت بص نهايتها دي نهايتها تمام فقالك نهايتها انها تحت قالك ايه؟ قالك نهايتها تحت الليفر وورد بند يعني بند بتنحرف يعني بص هيك تمشي كده بعد هيك بتنحرف كده بند دي معناها بند هنحرف طوزة لفت مش ده الليفت واحد يقولي ده اليمين اقولك لا لفت بالنسبة للعريان تمام؟ طيب يبقى طوزة لفت عشان تكون حاجة اسمها حاجة اسمها ايه؟ بص الليفر انا اعرف بعد شوية انها بتطلع هيباتيك فين اللي عندها الفين بتاع اسمه هيباتيك فين تمام؟ فتحت الفين يبقى اسمها هيباتيك فيلكشور او اسمها خلق هباتيك أو خلق بس خليك فيها هيباتيك لانها الاهم تمام؟ لان كولك موجودة هنا وهنا هناك برضو هتلاقي كلمات اسمها برضو خلق في الاتنين متكررة خلق بس الكلمتين المهمين هي كلمات اسمها هيباتيك هنا اسمها هيباتيك وعشان مثلا الهيباتيك فينة واللي هناخدوا هنا تمام؟ عشان الليور سميناها هيباتيك طيب وقالك بدي أسيل تتصل معي هذه الهيباتيك ذه exting Действاع ايه كولون. طيب. تعالنا كده نجوف الترانسفيرزو كولون. بص يا سيدي. ترانسفيرزو كولون عندنا. قالك ترانسفيرزو كولون. نحلق للصفحة. طوله كام? قالك طوله من خمسة وتلاتين لخمسين سنتي. وما للأسندي كولون كان طوله كام? خمستاشر. ده كان طوله كام? ستة. وعرضه سبعة. ده كان طوله كام? تسعة. تمام هوا عده افكرك بيه من لغة لما تحفظه. ده طوله ده طوله اطول واحد فيهم. من خمسة وتلاتين لخمسين. واكيد انت شايف طولي يعني زي. من خمسة وعشرين لخمسة وثلاتين. اه سوري من خمسة وثلاتين لخمسين سنتي. تمام? بيمتد ترانسفيرزو يعني يعني ماشي كده بالعرض. يعني معدي كل الابدومان. معدي كل السمول انتستن وتحت بقى كلها. معدي كل الكلام ده كله. تمام? يعني عابر عابر للحيتة ده كلها. تمام? طيب. اه اه. ده ابدون فروم ذا هباتيك. من الهباتيك لغدة سبلينك فين طب تعال ان نشوف المشكل مه صراحة سبلين و م ينشوف الهيباتيك فين ثب يا اسمه اسمه ده تيتصل من الهيباتيك فين من هنا من الهيباتيك فين هنا لغة سبلينك فين هنا تمام؟ هل؟ كم قال لك حاجة مهمة جيدا البرتشنال ولما اقول لك البرتشنال اللي هو الغشاء المفروض انت تعرفه الغشاء اللي هيفصل ده عنده كله كنو قلنا الغشاء بتاع كان اسمه ميزو كولون فسنين اقول احنا عندنا فيه نوعين من الغشاء فيه وناخب بعد سواء حاجة اسمها ده اللي بيغطي والبلفك ميزو كولون هو اللي بيغطي البلفك كولون تمام تمام يبقى احنا عرفنا فيها ادرواتي طولها خمس راتين لخمسين بيتمتد transverse منين لفين قالك من الهيباتك فلكشر لسبلينك فلكشر تمام البرتشنال فولد ده اسمه transverse mezu كولون تمام مش عارف هل هي موجودة ولا اقا هنا transverse مش موجود اكيد ميزو مش موجود اكيد معلنا بس انت عارفوا يعني لما شرحتوا لك قلت لك transverse mezu كولون تمام طيب transverse mezu كولون فائدته ايه بيخليها تتحرك شوية عارف انها تبقى حرية الحركة شوية قال لك كل اخر كلمة freely movable تمام يبقى لك transverse from the colon suspended it from the posterior abdominal wall يعني ايه قال لك بيخليها يعني عارف the posterior abdominal wall يعرف لهم بيقى فيه فاصل ما ينشكله داخل في بعضه تمام طيب تاني حاجة descending colon descending colon هي الحتة اللي نزلة دي بقى descending colon ده طوله كام 25 سنتي ومل اللي ده كان طوله كام 15 وده 35-50 26 وعرضها 7-9 اللي هيتر تحت خلص دي تمام ده طوله كام 25 سنتي طب بيمتد ايه قال لك ده بيمتد من اكيد يعني من splanic flexure لنهاية عند بداية pelvic inlet عند بداية pelvic لسه منها pelvic لان ده pelvic ده الحوض بتاعك تمام فقال لك دي بيقى عند نهاية او بص النهاية اللي عند بداية pelvic فهي مصدي يعني دي تعتبر مقابلة للبداية عارف لدي تعتبر بمحاذاة البداية كده بمحاذاة البداية كده فهي مصدي طيب احنا وصلنا فين ايوه بس كده فقال لك انها بتوع pelvic inlet where a joint ده pelvic عشان تتصل مع pelvic colon او اسمه السجمويد colon اسم السجمويد او البلفك طيب بالنسبة للبلفك colon طوله كان طوله اربعين وده خمسة وعشرين ده خمسة وعشرين لخمسين ده خمسة وعشرين ده خمسة وعشرين تمام طيب لبرده لو اطلق بط فيهم خمسة وعشرين كان اه خمسة وثلاثين ده اللي هو خمسة وثلاثين تفتكر خمسة وثلاثين لخمسين تمام طيب حلو خالص تعال نكمل اه جدا نتكلم على السجمويد كولون السجمويد ده طوله كام اربعين سنتي بيبدأ منين بيبدأ من pelvic inlet اللي احنا لنهايت عندي pelvic inlet وبيقلك and ونهايته عندي قالك عندي منطقة اسمها sacram تمام انا مشوفتهاش ساقم دقعة مش موجودة sacram لا موجودة هو اللي هو دي انا كنت فكرت تمام تمام دي sacram تمام اللي بعد كوكو جينال اه تمام دي منطقة sacram كده فهو بيقولك ان هي بتقف نهايتها يعني بتبقى قالك بيجين بتفضع عند pelvic inlet تمام ونهايتها عند النص كده بتاع sacram فهي مصدي يعني عند النص بتاع sacram يعني بمحاذاة sacram يعني لو جيت كده بمحاذاة sacram كده تمام هو بس عايز يوصلك ان هي يعني مش هتطعف تتخيلها قوي بس عايز يفهم لك انها كده يعني تمام طيب بتتكون من ايه قالك دي بتتكون من مجموعة من اللوبس اللوبس دي ما بتشوف يعني احنا من نشوفهاش إلا لدخلت بمعي ميزو كولون كنا قلنا في حاجة اسمها ايه تاني ترانس ميزو كولون بس قلنا حاجة اسمها ترانس ميزو كولون وان برضو لو انت تلغبط فيها الي كان بيغطي الميز صح وده اسمه ايه قولون صح ده القولون وده الميز اللي كان بيغطي فقالك ميز او او ميزو كولون ميزو كولون انه ده بيغاط عشين بص هو ايه الفرق وعايز يفصل ده عنده عايز يفصل فسميناه ميزو كولون تمام فده اسمه وده اسمه بيلفك ميزو كولون تمام فبالتالي لها حركة يعني تقدر انها تتحرك وتبقى موجودة في هونج ديت ما شفت لها معناها غريب فما افتهاش بصراحة كلمة هونج ان دي بيلفك كافتي دي تمام طيب الريكتم ده الريكتم الريكتم طول 12 ده طول 40 25 مع 15 دي 35 ل50 طولها كانت 7 لا 6 طولها كان 6 وعرضها كانت 7 طولها كان 7 ونص ما فائدش يعني 6 ونص طولها كان 6 وعرضها كان 7 ونص تمام وعندك دي 9 3 يفهنا مش عزي تميجي مش لازم يجيبك اونا يجيبك تمام دي 7 طيب بالنسبة للريكتم بقى طوله 12 تمام بيمتدي من نص الساكرم يبقى بيمتدي من نص الساكرم للنهاية عند الكوكس يعني المنطقة دي عند الكوكس بص هتلاقي محازاليها بص واضحة اكتر هنا تمام طيب ايه تعرفوا عنه قالك ونهايتها برضو عند الانال عنها لفتحة الشارك قالك عندها سريفلكتر سريفلكتر على كده نشيل بس عشان تعرف عشان تتخيل معي سريفلكتر نشيل ده خالص ده خالص بص بيبقى عندها سريفلكتر تلاتة اتنين ناحية اليمين واحدة ناحية الشمال بص هنا مش بينين اوي بس انا هبقى وارك صورة تانية مبينها يعني هنا بص بص تلو جيت تشوف عاملة زي كده تمام؟ هنا بيبقى عندها واحدة كونفيكسة بس تمام؟ بس هنا مش باينة اوي يعني هبقى وارك صورة هنزلها صورة او اوضحها عشرين شكلية بيبقى بالظبط تمام؟ تمام؟ اخر حاجة عندنا الانال كانال والانال ده طوله اربعة سنتي وقالك نهايته تحت يعني بص بقى خلاص كده غطى المقل ده تحتها بقى يعني بص لو جينا نتخيل معنا كان ناحيته مسلا من تحته هنا ده كانت نهايته كان بيغطي بقى المنطقة دي كلها بيغطي اللي هو المنطقة كان بتغطي الحية دي كلها تحتها بقى خلاص طرعت منها بيطلع منها الانال كانال ده was in front يتحكم فيها homme يعني لو جيت تشوفها من تحت هنا تمام? تمام civilization السليفري بقى. جلاند أسوسيتو بيد أليمانتا. إيه بقى الحاجات زي ما قلت لك الحاجات اللي أنا محتاجها مع كل الأعضاء اللي عندي ديت علشان تساعدها الوظيفة. أول حاجة وأكبر حاجة عندنا اللي هو البراطويت السليفري جلاند. هننكلم عن سليفري جلاند بتتقسم لتلاتة. هناك ثلاث أمواع من السليفري جلاند بيفرزوا السليفة. من هما؟ بيسترفوا السليفة طبعا في الفم. البراطويت جلاند دي. دي اللون هديد. طب وثاني قال لك بص. والسب لينجوال دي تحت اللسان والسب منديبلر. دي سب لينجوال. سب منديبلر براطويت. طب طيب. البراطويت دي من انت شايف. من أكبر واحدة فيه؟ البراطويت تعتبر واحدة هنا واحدة هنا. تمام؟ قال لك انفرونت اند بهايند اكستيرن. قال لك بص مش عارف بهايند دي ازاي. هي معروفة انها في وش يعني المفويد الأزن في نهاية المنطقة دي. تمام؟ دي المفروض. في المفويدة المفويدة المطقة انها فرونت. مافيش بهايند دي. تمام؟ قال لك كل جلاند من ديت. كل واحدة هنقوله المنطقة دي بيتصب في حتة. احنا كنا قلنا اياما كنا مشرح الشيك. اللي ااуда تتصب فية؟ امم تtrack في الوستبيول. لو تفتكر لائته لك ويالفاست. ويسرح في الوستبيولة لأ super second molar. الiffer second molar هذا?, بص بص شوف 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 في الوستبيول ته؟ بص اي까지 ver. هاي كيي. عند الupper second molar شفت اس Amanda add autism molar. بص. هذا الupper second molar في فتر اهbil هذا. لحظة مش لازم تعرفها هي أدام الأبر ساكند بولارو خلاص تمام طيب ثاني حاجة هنا الساب منديبلر ده الساب منديبلر السب لينجو أينasyب الاساس neither الساب منديبلر دة تحت الجسم GOOD تحت المانديبل كله لو جلت تلاحظ تحت المانديبل عشان كluent يسمناه ساب منديبلر يعني ساب goed معنى ها أصلا تحت تحت المانديبلر كله تمام personalities في الوقت بتفتح فين؟ قالك بتفتح under the tongue بس من دحيت جوه انزة sublingual papilla هل موجودة sublingual papilla لا sublingual sublingual grand مدوقع ما فيش sublingual papilla هي دي بس هي بتفتح في sublingual papilla بص 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 شوف بتفتح فين؟ هي دي عندي المنطقة دي بقى تمام؟ دي بتفتح عندي المنطقة sublingual papilla تمام؟ طيب تالت حتة قالك sublingual salivary gland sublingual تحت ايه؟ تحت اللسان تحت اللسان على طول تمام؟ تحت اللسان على طول طب دي قالك دي located directly under the tongue على طول وبتغطى بالميكاس ممبرين تمام؟ اهم حاجة انها عندها من من تمانية لعشرين داكت دي بقى الوحيدة اللي عندها داكت سلية حتى من هو من كتر الداكت اللي عندها ما يجاب لكش الداكت بتوحها عندها من تمانية لعشرين داكت ده كل بيتحط فين؟ في sublingual fold كنت شرحته قبل كده فاكر الحتة اللي هي تحسامة منفوخة شوية دي لما كنت شرحها الفولد ايام زمان لو مش فاكرة ارجع لها لها كانت في صفحة ورا خالص اول الشابتر خالص عند الماوس اول صفحة خالص صفحة 97 لما كنت بشرح لك sublingual fold اخر كلمة خالص رجع لها تلاقي في الصور كنت امورها لك دي بتبقى متصل يعني بيتطلع الدكتر عندها تعال بقى نتكلم نتكلم لحظات اتاكد بس انا هنحس ان فيه غدر لا ما فيش غدر البنكرياس عندنا البنكرياس ده البنكرياس بتاعنا تمام البنكرياس قالك يعني رهتحس ان هو ماشي كده مش vertical مش واقف يعني بص تحس ان هو مش واخد خط مستقيم لا ده هو واخد شكل transverse بتاعه ان هو مش واخد مش عامل كده لهو ماشي لشكل transverse مش شكله افقي انذا posterior abdominal وانت عارف ان هي تطبط ده كل البستيرور مين الانتيرور الانتيرور اللي هو الغشاء اللي بيحطهم من بره تمام ده الانتيرور اما انت اصلا لو جيت تشوف هتلاقي انها جوه اصلا جوه ناحية البستيرور طب مقابلة لايه قالك مقابلة مقابلة بص كده لواحد واثنين انت لو جيت تعد اصلا هتعد سبعة وبعد كده اتناشر وبعد كده بعد البعلي الاثناشر بتاع السوركس فيه المقابلة لواحد واثنين واللمبر تمام طيب طولها كام قالك طولها 15 سنتي متقسمة ايه قالك بص متقسمة ايه تركز كلام معي هننشير بص الرخامة دي وننشير اللي كمان مش محتاجينة فعلا بصوا لا احنا عايزينها لاحظة حنقبها ايه لاحظة ضودينا حتى المشاكل بتطول ملكاتها مزاي ما علينا ما علينا مش عايزينها دلوقتي تمام؟ خلينا دلوقتي ده البنكرياس عندنا تخطوله 15 سنتي بيعنده عند حتة اسمها هيد تمام؟ وبعد الهيد ديت عنده حتة اسمها نيك ديت دي النيك بص هي مش واضحة يعني هنا مش موضحة كويس فانا بص انا هاملها بايدي انا ها نحطو بص دي الهيد تمام؟ دي النيك وبعد كده ده او بص دي كلها اخد الهيد دي كلها وبعد كده دي النيك وبعد كده ده البادي كله تمام؟ وبعد كده في الاخر دي التيل وهتلاقي الصورة موضحة عندك فيه في الكتاب الصورة تحت تمام؟ طولها كام؟ طولها خمستاشر سنتي الهيد بتاعتها قال لك ديت ستتميز في الرايت ولا في الليفت انت عندك اهي صورة قدامك ايه؟ هي في الرايت وفي الليفت متقولش الرايت بالنسبة لك الرايت بالنسبة للعيان الرايت وده الليفت فتعتبر في الرايت تمام؟ قال لك بتغطي ايه بدغطي الكونكافتي بتغطي الكونكافتي ذا الدودينام صح؟ هي بدغطي الكونكافتي فاكل لما كنت بقولك ان الدودينام ممكن يبقى من فوق ليه كان اربعة جزاء في الجزء الاولاني كان فوق الراس بتاعت الهيد بتاعت البنكرياس والجزء الثاني كان جنب البنكرياز و جزء الثاني تحت البنكرياز و جزء الثاني جنب البنكرياز من ناحية الثانية فإذا ما كنت بقولك فهتلاحظ ان هو واخد شغل الحتة دي شغل الأوكيوباي شغل المنطقة بتاعت البنكرياز منطقة النك بتاعتها منطقة تدية فيها بتبدأ نحصل لها كونستريكت البتبدأ تحصل لها عافلة ما تكون واحد حتلا بس معدقين شوية ولابس بانطرون مثلا أو لابس حزام شيديد قوي في النص هي نفس الفكرة تمام؟ بعد كده البادي اللي هو المين بارت بتاعها وبعد كده التيل بتاعها التلفية بتاعها عن طريق هذه الطريقة يعني ده الرايط وده اللافت الموجود في اللافت تي برين يعني تي برين بيعدي إصغار يصغر ويصغر يصغر ويتش ريست بقود في إن قالك بموقود فيه الهيلم أو في سبلين طيب ايه السبلين ده؟ تعالي نجيب كده ما هو السبلين ده نحظه السبلين ده الاسبلين فيه مفروض فيه هيلم في الاسبلين هنا مفروض فيه هنا بص مفروض بس هنا مش موضحة قوي يعني فيه هنا الهيلم زي الهيلم تاعت اللانج كده الهيلم في الاسبلين دي قالك ده بيخش بيصغر عندها الغت لما يخش الهيلم تاعت الاسبلين دي تمام طيب البنكرياس ده كده احنا خلاص اكلمنا البنكرياس بقى اخر حاجة وظيفته البنكرياس وظيفته من ادفع الوظائف كنا اخدناها في السنوي كنا قلنا وظيفة البنكرياز ليه وظيفة ليه وظيفة ان هو يمشي في وعاء أو يمشيه في الدم على طول بمعنى ان هو عنده حاجة اسمها إجزوكراين وإندوكراين عاماتا كنا اخذنا في البايو لا تعرفوا وان 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 قتوه ان ايه الفرق بين الإجزوكراين والإندوكراين تصب إفرازاتها في الدم مباشرة اما الإجزوكراين لا تصب إفرازاتها في الدم لازم تصبها في أوعية الأوعية تذهب لغاية العضو نفسه تمام نبدأ بالإندوكراين الإندوكراين دي الفانكشن بتاعتها عندها مجموعة من الخلايا اسمها كنا حتى بناخدها في السنة ونقول جزر لانجرهانز اسمها إيلت أوف لانجرهانز دي جزر لانجرهانز دي المسؤولة عن إنتاج الإنسورين تمام طيب ودي سهل الإندوكراين أما الإجزوكراين قالت الفانكشن بتاعتك الإجزوكراين دي عندها حاجة اسمها بنكرياتيك أسيني دي الوحدة الوظيفية في الإجزوكراين المسؤولة عن أن تطلع الإجزوكراين بتعمل بتعمل بتطلع يعني بص بتطلع بتاعتها وبص أنا مش لاقي اللي أنا أجيبها لك بصورة بموضحها بس لو إحنا عايزين مثلا أن نوضحها كده شوية بص عشان بس بتكون طالع منها تيوب طبعا تيوب أنا مش عارف مكانها فين بالضبط بس المهم إنها بيطلع منها تيوب البنكرياتيك أسيني دي بتطلع البنكرياتيك أسيني دي بتطلع البنكرياتيك سيكريشن دي بتمشي في التيوب لغاية ما تروح فين؟ لغاية لما تروح لغاية لما تروح البنكرياتيك بتمشي في البنكرياتيك داكت بطلش انها جوه بص هي اكيد جوه بص احنا ممكن هي هي ديات البلنكرياتيك داكت تمام بلنكرياتيك داكت هي كانت مفتوض طالعة من دي يعني يعرف لو دي تكملتها طالعة من دي فقالك البلنكرياتيك داكت دي يا جماعة هي دي بتقوم مع ايه سوري دي تمام ايه البلنكرياتيك داكت دي بتعمل لية تكلية دي برده يعني هي بص يليها جدوا طالعة منها بشره لو تلاحظ 별ها جيد تطليع منها برَ بنكرياتيك داكت هنيعيد تاني الانجسوكراين عنكلها ب forgedم ب amencreatيك اسيني بنكرياتيك اسيني دي دي وب är det مثلها اتطلع موادكرjon تمام المواد دي هتمشى فيين هتمشى هنا تمام من هنا بنكرياتيك داكت دي بنكرياتيك داكت دي تمام الحال Humansστεam اللي اسمها دو دينام والاسمها انتستن بقى ونخش في المواد الكبير ده قالك عن طريق مين؟ عن طريق داقت اللي اسمها ايه؟ ألمانتري داقت تمام؟ ترنى